بداية يوم جديد أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام سعيدة بلقائكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من هذا الصباح الذي يأتيكم على الثالثة الإخبارية لتلفزيون الجزائري سنخدمكم بفقرات خدماتية وأخرى موضعتية على مدار ثلاث ساعات كاملة رفقة ثلة من الضيوف المختصين كل في مجاله وتتابعون في عدد اليوم في الفقرات الأمنية والتي سنستهل بها هذا العدد من هذا الصباح سنتحدث على أهم المخالفات المسجلة جراء عدم ارتداء الخدى لسائق الدراجات النارية والمرافقين لهم فقرة أخرى في هذا الصباح مشاهدين الكرام سنتحدث فيها عن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التمكين الرقمي للأساتذة من أجل تعزيز وتكريس التدريس عن بعد دائما وفي سياق الحديث عن اليوم العالمي للتطوع سنقف عند نشاط جمعية سواعد الخير نتحدث على أهمية هذا اليوم ودوره في تقوية الروابط الاجتماعية وزرع المحبة والإخاء فقرة أخرى مشاهدين الكرام ونافذة أخرى نفتحها في هذا الصباح للحديث عن الجهود المبذولة من أجل حماية الحمضيات بالتقنيات والأليات الجديدة كما ستكون لنا فقرات أخرى ثقافية ورياضية بالإضافة إلى فقرات إخبارية على رأس كل ساعة كل هذا مشاهدين الكرام تتابعونه بعد هذه الورقة الجوية من تقديم الزميلة صبرينة بوزيان ابقوا معنا مبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية مبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدين الكرام ستلعى صباحكم بكل خيرين مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من تساقط أمطار رعدية معتبرة على أغلب السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية انطلاقا من مستغانم إلى غاية الطرف فالأمطار بحولها خلال نهر اليوم ستكون معتبرة قد تتسقط أيضا حبات البرد الأمطار الرعدية ستكون على فترات بالنسبة لأقصى سواحل الغربية والهضاب أيضا الغربية للإشارة هنا الرياح ستكون قوية نسبيا الهضاب الوسطى ومنطقة الأورى ستشهد صحب عابرة مرفوقة بأمطار محلية لكن التلوج بحول الله ستتسقط بعض الظاهرة على القمم الوسطى والشرقية التي يفوق علوها 1400 متر إذن تسرب الهواء البارد سيشمل كل المناطق الوسطى والشرقية سحب عابرة أيضا ستشهدها شمال الصحراء ومنطقة الواحات احتمال لبعض الأمطار المحلية بعد الظاهرة والصفاء سيشمل مناطق الجنوب الغربي بينما أجواء مغشات بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب تبقى بدون فعالية درجات الحرارة خلال فجر نهر اليوم كانت باردة بالمناطق الداخلية تروحت ما بين 5 إلى 8 درجات 9 درجات سجلت ببشار جنوبا إليزي واجانات و16 كانت كألم قياس ببرج برج مختار خلال ظاهرة اليوم نظرا لكسرب الهواء البارد درجات الحرارة ستعرف تراجع على كل المناطق الشمالية حيث ستقارب 10 درجات فقط بالبيض بسعيدة تيارت 15 درجة بتزيوزو وقسنطينا 16 إلى 19 درجة بين العاصمة إلى غاية عنبا تقارب 20 درجة بوهران وتنمسان أما جنوبا 23 درجة ببشار 25 درجة بتندوف بن عباس أدرار إنسالح 26 درجة بالواد المغير ورقلا 21 درجة فقط بإليزي وترتفع إلى 29 درجة ببرج مختار البحر خلال نهار اليوم سيكون مضطرب على كل السواحل نظرا لانخفاض الضغط الجوي بحوض البحر المتوسط والرياح أيضا ستشتد أحيانا إلى 50 كم في الساعة خاصة بسواحل الوسطى والغربية أما عن وقت غروبة شمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الخامسة مساء و32 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة طبعا يومكم وإلى اللقاء موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل تحية صباحية مجددة لكل من التحق بين اللحظة شكرا لزميلة صبرينة على هذه التفاصيل الجوية إذن المستهل مشاهدين الكرام بالفقرة الأمنية سنتحدث على أهم المخالفات التي من الممكن أن يقع فيها سائق الدراجات النارية وتتسبب لهم في حوادث مرورية بالنسبة لهم وأيضا حتى بالنسبة للمرافقين لهم ولمستعملي الطرقات للحديث والتفصيل أكثر حول هذا الموضوع أسعد وإياكم باستضافة السيد رابح زواوي عميد أول للشرطة وإطار بمديرية الأمن الوطني سباحك سعيد سيدي مرحبا بك شكرا بارك الله فيك إذن بداية نتحدث على أهم المخالفات أو أهم الأخطار التي من الممكن أن يقع فيها سائقية دراجات النارية يعني خلال استعمالهم للطرقات شكرا أولا وبعد بسم الله الرحمن الرحيم تحية أمنية إعلامية إلى كل مشاهدين الأكارم تحية طيبة أمنية طيبة زخات حبات هذا الغيث الذي هو خير ورزق وبركة من عند الله ولكن يجب أن نتقيض بقواعد السلامة المرورية ونتكيف مع الوضع خاصة الزخات الأولى حتى نتفاد حوادث المرور إن شاء الله ثم نعرج إلى موضوع أو تغريدة الأمنية لليوم وما يتعلق بإشكالية الدراجات النارية أولا نبدأ من التحليل الإحصائي إذن كل الإحصائيات خلال سنوات الأخيرة توحي وتشير بأن نسبة حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية تفوق 25% في حين أن الحظيرة الوطنية من الدراجات النارية لا تتعدى في كل الظروف 5% إذن مؤشرات توحي إلى نوع من الخطر فيما يخص استعمال الدراجات النارية بجميع أصنافها أي نعم ربما قد تكون الدراجة النارية ضرورية ومهمة لتجنب الإزدحام المروري أو قضاء بعض الحاجيات ولكن لابد أن نوفق بين معادلة الدراجة النارية بين الضرورة وبين الخطورة مما يتطلب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لأن الدراجة النارية عندما تدخل الطريق العمومي أو الطريق العام تصبح مركبة شأنها كل المركبات الأخرى هذا والإشكال القائم خصوصا أن الفئة التي تستعمل الدراجات النارية هي فئة الشباب ربما جميل هو عنفوان الشباب ولكن دونها مجيء تتهور لأن كل الضوابط القانونية تبقى قائمة بل أكثر من ذلك هناك ضوابط مشددة على الدراجات النارية أكثر من المركبات الأخرى مما يتطلب التقييد بكل هذه الضوابط أولا ربما المخالفات التي نرها خطيرة وخطيرة هي عدم استعمال الخوضة لماذا نستعمل الخوضة؟ لأن أول شيء الدراجة النارية لا تحتوي على واقع الصدمات في حالة ما إذا وقع حادث مرور ولو كان بسيط ويكون سقوط عرضي رح تكون عواقب وخيمة وخيمة جدا لأن أولى الصدمات من الدراجة النارية رح تكون على الرأس لذلك الدراجة النارية أو الخوضة هي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى حتى نتفدى حوادث المرور ثم إشكاليات أخرى نتكلم ربما عن أبرز المخالفات التي تسجلها المصالح الأمنية ما يتعلق بعدم ارتداء الخوضة سواء للسواء أو المرافقين في حالة ما كانت الدراجة تحتوي على مقعد إضافي أيضا نتكلم عن قيادة دراجة نارية بدون رخصة خاصة فئة الشباب أولئك الذين يتمرنون بداية التعلم التعلم لا يكون على مستوى الطريق المفتوح لحركة المرور التعلم يكون على المساحات العامة الصحة التعبير أو الصحة العمومية ويكون على الدراجات الهوائية وليست دراجة ذات محرك إذن الشباب يقعوا في إشكالية ليست مخالفة بل جنحة مرورية تتطلب متابعة قضائية في هذا الأمر ثم نتكلم عن نقطة أخرى إنعدام وثائق أصلا دراجة نارية لأنه في بعض الحالات ربما السائق أو الأب أو الأخ يخلي دراجة نارية سائق آخر يستعملها في حاجته ويقول لك أنا سأغيرنا ونعود أن نرجع ولكن هذه أيضا تعتبر من أبرز المخالفات المرورية ثم نجد خاصة في الفترات الصيفية تلك الحركات البهلوانية التي تكون على مستوى الطرقات والمواكبات بين الشباب لأنه لما تكون هناك شباب وإن دفع على مستوى حركة المرور أولا هذه مركبة ليست للتباهي وإنما هي لنقل وقضاء الحاجيات وتسهيل الحياة اليومية لمواطنين ليست للتباهي وليست للنزه وليست للمغامرات المغامرات إن كانت فتكون منظمة في مسابقات رياضية مخصصة فضاءات مخصصة لها ثم من بين أيضا المخالفات التي نجدها تلك الأصوات الساخبة التي تكون على مستوى بعض الدراجات النارية لأن الدراجات خاصة في فترات المسائية أو الفترات تزعج المرة تزعج المسافرين تزعج الناس النيام هذه أيضا تعتبر من بين المخالفات التي سجلتها مصالح الأمن الوطني أيضا لاحظنا أنه بروس في الساوينة الأوينة الأخيرة أن الدراجات النارية أصبحت تستعمل أصبحت لها ميول أو ذات طابع تجاري لإصال بعض الرسائل أو بعض المأكولات خصوصا المأكولات الخفيفة أيضا يجب أن نراعي كل ضوابط في هذا المجال ثم نقطة من بين أخطر المخالفات التي تسجلها أصحاب دراجات النارية وهي قتل الزاوية الميتة ربما بدون دراية أو دراية ولكنها خطيرة وخطيرة قتل الزاوية الميتة أمام الشاحنات وأمام الحافلات ربما سيقدر دراجة النارية وكأنه يجد نفسه أنه يحترم قانون ولكنها هي خطيرة وخطيرة جدا لذلك علينا أن نتفادى قدر المستطاع الاقتراب من الحافلات والشاحنات حتى نتفادى كل هذه المخاطر إن شاء الله لما نتحدث على الأرقام المسجلة والإحصائيات التي تعلن عليها المصالح الأمنية على مستوى مديرية العامة للأمن الوطني أو حتى على مستوى مصالح الحماية والدرك نتحدث على ارتفاع في عداد الحوادث التي تتعلق بالدراجات النارية ربما حسب هذه الأرقام وحسب هذه الإحصائيات ما هي أهم الأسباب التي تتسبب في ذلك خاصة على مستوى الطرق السريعة شكرا بارك الله فيك إذن أنا قلت في بداية طرح أنه حادث مرور لم تسبب فيه دراجة نارية يكون خطير وخطير جدا خاصة لم يكن بدون خوضة في بعض الأحيان إما إعاقة مستدمة وإما حالة وفاة ولكن علينا أن نتقيد بكل هذه الضوابط المتعلقة باحترام قانون المرور قانون المرور هذا جاء لينظم قواعدنا وحتى نظمن سيرونة حركة المرور وليس هو حد من حريتنا إذن تتوقف حريتنا عندما تبدأ حرية الآخرين إذن من هذا المنطلق وحتى نؤكد مرة أخرى أن الدراجة النارية هي شأنها شأن كل المركبات الأخرى وتطبق عليها كل القوانين التي تخص بباقي المركبات حتى تكون الصور باقي المركبات إذن إشارة قف يحترم إشارة قف يحترم إشارات الإلزام يحترم إشارات التقاطع يحترم عدم التجاوزات والمناورات الخطيرة هذه للأسف نلاحظ هذه المخالفات تسجل وغالبا ما تكون أسباب لحوادث ثمور لذلك علينا أن نؤكد مرة أخرى بإلزامية احترام هذه الضوابط وهذه القوانين لأنها هي تبقى الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث سيد رب حزووي لما نتحدث على الدراجات النارية لا نقصد فقط السائقين بل حتى السائقين الذين يكون معهم مرافق في هذه الدراجات هم أيضا معرضين لبعض المخاطر والأخطار نعم بطبيعة الحال لما الدراجة تكون أولا تتوفر على مرافق السائق دراجة تتوفر على سائق إضافي إذن في بعض الأحيان نجد وكأن السائق يلتزم ويرتدي الخوضة ولكن السائق الإضافي لا يرتدي الخوضة إذن في حالة ما إذا كان هناك مركبة أو دراجة نارية يكون متوفر فيها سائق الإضافي أيضا يجب أن نحترم كل القواعد لما أنا أرتدي الخوضة أيضا السائق الإضافي يرتدي الخوضة ولكن نلاحظ هناك توجوزات خطيرة أكثر بكثير بعض الأباء تجدين حتى أبناءهم وبناتهم وكأنها حافلة أثنين ثلاث ركاب على مستوى هذه الدراجة وفي الطريق العام وللأسف تجدينها في الطريق السريع كل هذه المخالفة هي تصرفات سلبية لأنه قد في أي لحظة قد تتسبب تكون هناك كارثة على مستوى طرقاتنا تتسبب فيها هذه المركبات إذن أؤكد مرة أخرى بأنه كما تفضلت في إطار تحرير القراءة الإحصائية أن القراءة الإحصائية سنة بعد سنة أكثر من 25% من أسباب حوادث المرور هي الدراجات النارية في حين أن حظيرة الدراجات النارية من الحظيرة العامة للمركبات لا تتعدى 5% بمعنى أن هناك إشكال لذلك لابد أن يكون هناك إعادة واستراتيجية في مجال الوقاية من هذه المخالفات أولا عن مصالح الأمن الوطني تشديد الرقابة على مستوى هذه المركبات إن صح التعبير الخاصة بالدراجات النارية أيضا إلزامية المراقبة للوثائق الإجزامية خاصة رخصة سياق على مستوى هذه الدراجات النارية وأيضا التوعية والتحسيس وأيضا ترشيد الأولياء قبل الأبناء لأن الفئة الشبابية هي التي تهوى الاستعانة واستعمال هذه الدراجات النارية وأؤكد مرة أخرى بأن هذه الدراجات النارية هي وسيلة نقل وليست وسيلة للتباهي والنزهة والترفيه خاصة عن مستوى الطريق السريع طيب يعني بخصوص الحديث على هذه الأسباب والأرقام المسجلة لديكم نتحدث أيضا على جهود وآليات المدرية العامة للأمن الوطني من أجل ربما كبح هذا العدد في ارتفاع حوادث المرور المتعلقة بالدراجات النارية نعم نحن كمصالح أمنية نعمل ونجتهد قدر المستطاع لتفادي كل هذه الإشكالية ولكن العملية التحسيسية والتوعية لا بد أن تكون مشتركة حتى نرقى إلى مرافع الحوكمة الأمنية وزرع بوادر الوعي الأمني لمستعمل الدراجات النارية أين عن مصالح الأمن تجتهد وتعمل وتعزز من الحملة التوعية والتحسيسية الاستعانة حتى بالوامضات الرقمية التي تبث على مستوى القانوات التلفزيونية أو حتى الإذاعية للتأكيد على هذه المخاطر خاصة خلال الفترة الشتوية لأن الرؤية تنقص قدرا أو مجال الرؤية ينخفض وهذه الدراجات النارية ربما تتطلب خصوصا ارتداء كذا من لباس خاص ربما أيضا الرؤية تصبح محدودة لذلك تبقى المصالح الأمن الوطني تعمل وتجتهد بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الفضاءة الرقمية للوقاية من حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية ولكن لا بد أن تكون هناك شراكة وتنسيق مع كل القطاعات إن شاء الله حتى نرقى إلى هذه المرافع انطلاقا من مدارس تعليم السياقة انطلاقا من التوعية على مستوى المدارس انطلاقا توعي على مستوى المؤسسات الترباوية والجماعية حتى نستقطب هذه الفئة الشبوانية التي تهوى وتستعمل هذه الدراجات النارية وأؤكد مرة أخرى بأن الدراجات النارية لا بد أن يكون هناك توازن بين ضرورة استعمالها وخطورة استعمالها حتى نرقى إلى تكريس قيام وأبعد السلامة المرورية إن شاء الله وهنا أيضا نؤكد على ضرورة العمليات التحسيسية خاصة التي تكون متعلقة بالتنسيق بين مختلف الشركاء الأمنيين وحتى المجتمع المدني خاصة خلال فصل الشتاء ومدى خطورة استعمال الدراجات النارية على مستوى الطرقات نعم خصوصا في فترة الشتاء وأيضا خصوصا في الفترات الأولى التي تتساقط فيها الزخات الأولى للأمطار لذلك الأهم شيء هو أن نرقى إلى مرافع الذكاء المروري لتكريس قيام السلامة المروري أولا مبني على آليات اليقظة والتحسيس والتوعية لاستباق المخاطر واستشراف النتائج خاصة الحمد لله مثلا الحصة الأولى الفضاء الأول تكلمنا عن الأرصاد الجوية بمعنى لنا الآليات التي نستقطب بها القراءات الرقمية نستبق الأحداث ونستشرف النتائج حتى نتفادى حوادث المرور إن شاء الله ثم آليات الوقاية والحماية بالتنسيق مع كل الزملاء زملائنا في الضرق الوطني زملائنا في الحماية المدنية كما تفضلت الجمعيات المختصة في مجال السلامة المرورية وهذه العمليات التحسيسية والتوعوية تكون مبنية على قوة التأثير لتهديب هذه السلوكيات مبنية على الاستمرارية مبنية على الشمولية إن شاء الله حتى نمس أكبر شريحة ممكنة من مواطنين ثم نبحث عن أساليب التأثير في هذه السلوكات ونؤكد مرة أخرى بأن هذه القواعد وهذه الضوابط المرورية هي مجموعة القواعد التي تنظم سلوكاتنا قبل أن تنظم علاقاتنا وبقدر ما يكون هناك تنظم للسلوكات ستكون هناك تصرفات إيجابية هذه التصرفات الإيجابية عندما نجسدها في الطريق نستطيع أن نقلل من حدة حوادث المرور خاصة خلال هذه الفترة الشتوية إن شاء الله نعم وأيضا هناك نقطة مهمة يجب ذكرها والتفصيل فيها كنت قد ذكرتها قبل قليل هي توخي الحذر والحيطة بالنسبة لسائقية دراجات نارية خاصة على مستوى المحيط المدرسي للتلاميذ خاصة أوقات الدخول والخروج من المدارس نعم تكلمت عنها في بداية الطرح أنها من بين المخالفات إصدار ضجيج والمنبهات الصوتية الزائدة على مستوى المؤسسات الترباوية لأن هذه المؤسسات تتطلب الهدود لأنها مجال للتحصيل الدراسي وهنا أيضا ندخل في شق آخر مخالفات أخرى وهو التأثير على السكينة والنظام العام أيضا لذلك هناك مصالح الأمن الوطني في هذا المجال تقوم بدوريات شاملة على مستوى هذه المؤسسات حتى نتفادى كل هذه المشاكل التي تكون على مستوى مدارسين خاصة ما يتعلق بالضجيج الذي تتسبب فيه ويكون عمدا في بعض أحيان يكون عمدا هذه التصرفات أو الصحة التعبير الضجيج الذي يصدر من الدراجات النارية وأيضا المنبهات الصوتية زائدة عن أحدها لذلك أؤكد مرة أخرى بإلزامية التقييد بكل هذه الضوابط وأيضا أؤكد على نقطة مهمة ومهمة جدا إعادة التذكير بتجنب قتل الزاوية الميتة حتى نتفادى حوادث المرور الخطيرة والتي غالبا ما تكون مميتة على مستوى طرقتنا إن شاء الله أيضا هناك حالة أستاذ رفح زواوي نتحدث على بعض الشباب أو بعض السلوكيات التي تتعلق بسباق للدراجات النارية على مستوى الطرقات كثيرا ما تسجل هذه الحالات ربما حوادث مرور مميتة حوادث مرور مميتة وللأسف تكون في لحظة أوج الفرحة وأوج لأن معظم هذه المناورات الخطيرة والمواكبات العشوائية والتصرفات البهلوانية إلى حد محاولة الطيران قيادة الدراجة النارية على عجلة واحدة وتكون غالبا في الأفراح والأعراس لذلك علينا أن نتفادى كل هذه المخاطر لأنه جميل هو نعم جميل هو عنفوان الفرحة والاندفاع ولكن دونها مجيد التهور لأن هذه الطريقة التي نصح التعبير نمارس هذه التصرفات السلبية هي للجميع وليست لصاحب العرس وفقط ولذلك يجب أن نتقيد بكل هذه الضوابط في بعض الأحيان يكون هناك غلق للطريق نهائي في بعض الأحيان يكون مناورات خطيرة على مستوى كل طروقاتنا إذن هي سلوكات سلبية وتصرفات تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تفاديها ولكن لا بد أن تكون هناك دراسة اجتماعية ويكون هناك وعي ونرقى إلى كل هذه المرافع من خلال أولا الحس الأمني الوعي الأمني أيضا غرس مرافع إن صح التعبير الضامير الأمني حتى نرقى إلى ثقافة مرورية رائدة من شأنها أن تحد من حدة حوادث المرور وننبه أيضا أبنائنا ربما يكون هناك يمتلك رخصة السياقة ولكن رخصة السياقة لا تؤهله إلى سياقة بعض الأنواع من المركبات قد يقع في فخ الجنح المرورية أيضا إشكالية التي نرها مؤخرا وهي إشكالية السرقة بواسطة درجات النارية أيضا من بين المخاطر التي تواجهها المديرية العامة للأمن الوطني تتطلب عنها متابعة قضائية كل هذه التصرفات والسلوكات السلبية نعمل ونجتهد بالتنسيق مع كل الأطراف لتفاديها إن شاء الله للوقاية من حوادث المرور لضمان الأمن وإنسيابية حركة المرور ولمواجهة كل الجرائم البسيطة التي تشهدها أو تسجيلها المديرية العامة للأمن الوطني والتي ترتكب من أصحاب درجة النارية نعم حتى بالنسبة لمستعملي الطرقات هم أيضا يجب أن يتحلوا بالحس الأمني والثقافة المرورية ويستغلوا سلوك التبليغ عن مثل هكذا سلوكيات للمصالح الأمنية نعم لما تكون مثل هكذا تجاوزات حتى نتفاداها خصوصا على مستوى خطوط ظاهرة النشل والسرقة خصوصا على مستوى الشبكات السير على شبكة الميتر والطراموي من أصحاب درجة النارية هذه الخطوط هي مخصصة للنقل الجماعي وليست مخصصة لأصحاب الدرجة النارية تعتبر من بين المخالفات المرورية إذن هي جملة من الإجراءات ترهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني أولا لتكريس قيم وأبعد سلامة المرورية ثانيا لضمان إنسيابية حركة المرور وثالثا لتوعية مستعمل الدرجة النارية بأن هذه المركبة خطيرة وخطيرة جدا ما لم نتقيد بقواعد السلامة المرورية وهي معنية بكل ضوابط قانون المرور بل أكثر من ذلك هي معنية بضوابط مشددة لذلك علينا أن نرقى إلى إلزامية احترام هذه الضوابط وندرك مسبقا بأن الدرجة النارية مركبة شأنها كل المركبات الأخرى حتى نكرس قيم وأبعد سلامة المرورية بإذن الله على مستوى طرقاتنا ونتفادى حوادث المرور خصوصا خلال هذه الفترة الشبه الشتوية التي تبقى صعبة لكل مستعمل المركبات إن شاء الله طيب يعني كآخر سؤال يمكن أن نختم به ما هي أهم النصائح والإرشادات التي من الممكن أن نقدمها لمستعملي الدرجات النارية بالنسبة لمرافقهم وحتى لمستعملي الطرقات نعم أهم النصائح وأولى النصائح هو إلزامية التقيد والالتزام بالخودة عند تكون الدرجة النارية على مستوى طرقاتنا تجنب الحيطة والحذر احترام الإشارات الضوئية احترام حتى السرعة القانونية الانتباه إلى المنعرجات ومطبات الطريق وأيضا نقطة أخرى مهمة وخطيرة جدا هو تفادي الوقوع في فخ الزاوية الميتة حتى نتفادي الوقوع في حوادث المرور وحتى نتفادي كل هذه التصرفات السلبية ونداء إلى كل الأولية أيضا مراقبة أبنائكم عندما يكون هناك خروج بواسط هذه الدرجة النارية وحتى التوعية والتحسيس على مستوى كل الفضاءات المفتوحة على مستوى الفضاءات الترباوية والجامعية إن شاء الله حتى نرقى إلى مرافع الذكاء الأمني المبني على اليقظة بالدرجة الأولى المبني على الحماية والأمن بالدرجة الثانية والمبني على قوة التأثير في سلوكات مستعمل الدرجة النارية حتى نرقى إلى تقديم خدمة أمنية مرورية إن شاء الله ترقى إلى مستوى تطلعات مواطنين إن شاء الله شكرا لك سيد ربا حزواوي على كل هذه النقاط التي تكلمت عنها بخصوص هذا الموضوع في أمان الله شكرا إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نواصل باقي فقرات هذا الصباح ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في ربط وتوطيد روابط التضامن وزرع المحبة والإخاء في وسط المجتمع كما سنقف عند بعض الأمثلة لبعض الجمعيات الجزائرية التي تسعى في هذا المجال للحديث وتفصيل أكثر حول هذا الموضوع أسعد وإياكم باستضافة السيد محمد فراوي ناشط جمعوي صباحك سعيد سيدي مرحبا بك مرحبا نشكر السلام عليكم يوم مبارك وسعيد مع هطول الأمطار المباركة هذا الصباح اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا مرة أخرى نشكركم على الدعوة الطيبة والاستضافة الكريمة والشكر موصول للطاقم التلفزيون الذي يصهر على إنجاح برنامج هذا الصباح نتمنى أن نقضي وقتا ممتعا رفقة المشاهدين والمتابعين لقناتكم المفضلة مرحبا بكم أستاذ نشكرك نحن أيضا على قبول دعوتنا أيضا نتحدث على اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف يوم الغد يوم الخامس ديسمبر من كل سنة نتحدث عن نرمزية والاحتفاء بهذا اليوم العالمي فعلا نشهد غدا بحول الله اليوم العالمي للعمل الخيري والتطوعي إن ممارسة العمل الخيري والتطوعي يحد في حد ذاته صحة نفسية وتوازنا للإنسان ودواء من الكآبة والإنعزال كما له دور بارز في تقوية العزائم وإحياء القلوب ويمنح الثقة في النفس كذلك نسلط في هذه المناسبة الطيبة نسلط الضوء على جهود المتطوعين الخيرين أينما كانوا وحيثما وجدوا يوم لتكريم الجهود كما قلت وتثمين جهودهم وشكرهم لأعمالهم الجليلة المتنوعة لما نتحدث على الاحتفاء وإحياء هذا اليوم العالمي للتطوع ورمزيته نتحدث على العمل التطوعي اليوم في الجزائر حسبكم نعم باعتبار كما قلت الاحتفاء نستغل هذه المناسبة الطيبة والمتمثلة في اليوم العالمي للتطوع والعمل الخيري باعتبار العمل الخيري هو السبيل الوحيد لزرع المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع وممارسة العمل الخيري هي مؤصلة في قيمنا الدينية وهو وحي من الله لعباده الصالحين وأنبيائه لقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الأختراتيبة أتلاحظي من خلال هذه الآية الكريمة أن العمل الخيري التطوعي هو وحي لرسله وأنبيائه ولمن جاء من بعدهم من أصحاب الهمم العالية والنفوس الطيبة وكما نذكر أن النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب والعمل الصالح هو خير ما يتركه ويزرعه الإنسان في قلوب الآخرين نتحدث أيضا على أشكال العمل التطوعية اليوم التي هي موجودة خاصة في المجتمع الجزائري نعم إذا سمحتوا لي في هذا الإطار في إطار تثمين جهود المتطوعين والخيرين في هذا الوطن الحبيب نذكر أعمال جليلة تقام على مستوى ولايات وبلديات الوطن الحبيب أقول أن مثل هذه الأعمال نذكر من بينها مثلا عمل يجسد روح التضامن ويزرع المحبة بين المواطنين وهو مشروع الزواج الجماعي الذي اعتمدته جمعية سواعد الإحسان وخاصة ولاية البليدة هذا المشروع هذا الذي ينظم وينجز في ثلاث مراحل المرحلة الأولى مدتها شهر ونصف يتم فيها الإعلان والإشهار على التسجيلات والترشح للاستفادة من دعم مشروع الزواج الجماعي يتبعه كذلك لقاء إعلامي يجمع المترشحين للاستفادة من الزواج الجماعي ثم يقدم لهم توصيات ونظام داخلي للزواج بعدها يجي مرحلة أخرى في إطار مشروع الزواج الجماعي متمثلة في تأهيل العرسان حيث تقدم لهم دروس في التأهيل وفي بناء الأسرة وفي العلاقات الأسرية في هذه المرحلة كذلك ندرس ملفات المترشحين للاستفادة من الزواج الجماعي وتأتي بعدها مرحلة أخرى هي مرحلة اقتراح ميزانية لتغطية تكاليف الزواج وأنا كذكرت هنا مشروع الزواج الجماعي باعتباره هو صورة من مظاهر التضامن الوطني بين أفراد المجتمع وين يجونا بهذا العبارة يجونا شباب ومجرد الأختراتيبة ما يتقدم إلينا شباب يقصدون مننا الإعانة في إطار الزواج أنا نقول بهذا تفكير إيجابي بما أنهم يطلبون العفة والتقرب من الله بهذا الزواج فهم في اتجاه الإيجابي قلت هذه الوليمة التي نصنعها كل عام عندنا حوالي هذا المشروع عنده مدة عشرين سنة من 2005 ونقترب إلى 2025 زوجنا في بلدية من بلديات حوالي 102 عريس استفادوا في إطار الزواج الجماعي وين كانت فرحة عارمة دعونا لها أهالي المنطقة وبعض الضيوف وشاركوا فيه مئة متطوع بين محسن ومنظم وكذلك ومن سهم في تأهيل العرسان ونقول باللي هذا المشروع مشروع الزواج الجماعي يجمع بين العمل الخيري والعامل التطوعي كيف ذلك الأهل البر والإحسان بارك الله فيهم يدعمون هذا المشروع بتقديم إعانات لفائدة العرسان من غرفة نوم وطاقم بدلة وبعض الهدايا هذا يدخل في إطار العمل الخيري نجو للعامل التطوعي وين يساهم فيه سادة أئمة وأساتذة يتبرعون بمعارفهم وجهدهم ويقدمون دروس تأهيلية مدة شهرين لفائدة العرسان مساء كل جمعة يلتقيوا مع ثلة من العرسان رفقة الأعضاء يطهم تتوضيحات وأنا قلت باللي فعلا عرس نشهده رغم أنني حضرت هنا حضرت في غردايا عرس جماعي وحضرت كذلك في ورقلا أهلنا في الصحراء يديروا أعرس جماعية فكذلك بالقرب من العاصمة نديروا عرس جماعي لشارك فيه الكثير من محسينيات أكيد هذه تبقى واحدة من أهم المظاهر أيضا هناك في العمل التطوعي نتحدث على شهر رمضان نتحدث عن الأعياد والمناسبات الدينية نتحدث أيضا على ما تعلق بالمجال الصحي يعني كلها مظاهر وأشكال تدخل في سياق العمل التضامني نعم فعلا هناك مجالات واسعة للعمل التطوعي والعمل الخيري ولا نستصغر أي عمل والقرآن الكريم يخلد قصة نتلوها إلى يوم القيامة في قوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهذه قصة سيدنا موسى لما اطهد من قومه هاجر المنطقة وإلتقى بمرأتان تطلب الماء ماذا فعل لهما عمل بسيط وهو سقيا الماء اسقالهم الماء وادعى الله تعالى وكان في حاجة ماسة إلى عمل وإلى مسكن وإلى زوج تأويه فكما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجازاه الله بمثل هذا العمل البسيط ازرع جميلا ولو في غير محله فلا يضيع جميل أينما زرع نبينا الكريم بعدما سقى للفتتان كافأه الله بعمل وبيت وزوجة صالحة الإنسان لا يستصغر من مثل هذه الأعمال وأنا نقول باللي ممكن أن نتلاقاه في بعض الحالات في حياتنا اليومية إنسان تعطلت سيارة تعو على حافة الطريق ويكون في موقف في نقطة ضعف يكون مع الزوجة تعو ومع الأبناء تعو ويأتي لي أهل الخير ويقفوا معاه ويعاونوه ربما تكون العجلة تعو عاطلة فيعاونوه هذا العمل يرفع قدر هذا الإنسان وكما يقول المثل ما دمت تفعل الخير سيصلك أثره الله تعالى يجازيك وكذلك لا تسمحي للأخت رتيبة أن المال ليس كل شيء ليس كل شيء بالمال المهم المكافأة الربانية التي يحصل عليها المتطوع المتطوع عفوا من رحمة وسعف الرزق وقرب إلى الله تعالى بمثل هذه الأعمال البسيطة يرفع الله تعالى قدرنا إلى عليين إن شاء الله نعم أيضا بالنسبة لهذا العمل تشجيعه وترسيخه وترسيخ ثقافته في المجتمع خاصة نتحدث عن المجتمع الجزائري يلعب المجتمع المدني والجمعيات دورا بارزا ومهما في تنشيطه أيضا في وضعه على خارطة صحيحة نتحدث مثلا على موائد الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان نتحدث على عمليات أو حملات التبرع بالدم خلال القوافل الصحية يعني كلها تدخل في سياق العمل التطوعي نعم بارك الله وفيك ذكرتيني الأخت الكريمة جمعية سواعد الإحسان عبر مكاتبها الولائية والبلدية ونحن في ولاية البليدة نشرح عن قريب في الإعداد لقفة الإحسان قفة رمضان صحيح أن الناس والأهالي تحضر إلى رمضان وبذلك الجمعيات كما قلت الجمعيات بدورها تتلقى يتلقى الأعضاء في لقاءات يتدرسوا من هذه اللحظات رغم أنه رمضان سنة بحول الله على ما أعتقد يطيح في 10 مارس 2025 فهذا الوقت وقت مازلنا ثلاث أشهر يصح التقدير ثلاث أشهر من التحضيرات نحضر إذا كان بعض التجار وبعض الأشخاص يحضروا ويشروا لوازم إلى أهليهم وإلى بيوتهم في الجمعيات وننحيي الجمعيات الفاعلة لإنسان يفكر في الغير وفعلا كما جرى حديث بين شخص وشخص قال له من أنت دكتور يتحدث مع دكتور يسأل من أنت أنت ليس اسم وليس لقب وليس لباس أنت ما تصنعه أنت أعمالك والناس الناس لا ينظرون إلى علو الشجرة ينظرون إلى ثمار الشجرة لا ينظرون أنك لك بيت واسع ولا سيارة فاخرة وإنما ينظرون إلى ثمار وهي الأعمال الجليلة التي يقدمها الإنسان للمجتمع ونقول الإنسان الذي يقدر يعاون بهذه العبارة البسيطة الإنسان الذي يقدر يعاون 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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الخيري هو أفضل شيء يتركه الإنسان ويزرعه الإنسان في قلوب الآخرين أن يضع بصمة في حياته مرة أخرى العمل الخيري التطوعي وهنا نحيي ونحيي جهود جهود العاملين في حقل العمل الخيري أينما كانوا بجمعيات مختلفة بكل أنواعها جمعيات مختلفة التي تساهم في زرع المحبة والإخاء لأن أنا وحد المرة إمام الأئمة أعرضنا في وليمة في رمضان وفترنا مع بعض أهالي تلك المنطقة فوحد منهم واشقال قال لي في هذه الجلسة المباركة قال لي لابلكم هذا الوجب التي نتلون فيها أهميتها وعظمها قتلوا ما هي قال لي هذه تزرع المحبة والإخاء بين الأفراد المجتمع سنواصل الحديث على مظاهر العمل تطوعي خاصة في المجتمع الجزائري ولكن أستاذ فراوي بعد هذا الفاصل القصير الفاصل قصير مشاهدين الكرام ولا نعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الحديث على أهمية العمل التطوعي في توطيد العلاقات وترسيخ أسس التضامن في المجتمع الجزائري كنا قد توقفنا عند الحديث عن أهم أشكال ومظاهر العمل التطوعي أعود إليك أستاذ فراوي تحدثنا عن العديد من المظاهر والأشكال نتحدث الآن على خصوصية الشعب الجزائري والمواطن الجزائري نتحدث على تحليه بروح العمل التطوعي بروح التضامن والتأذر والتآخي بينه وبين بعضه نتحدث أيضا على مظاهر عديدة لمسناها خاصة خلال جائحة كورونا كان الشعب الجزائري راسا لصفوفه في تضامنه مع بعضه نعم فعلا وذكرتني الأخطرتيبة بفترة عشناها عشناها في وقت كورونا وقت الحجر السحي والبروتوكول السحي وإن كذلك الجمعية هنا فقدت أحبة نحن في منطقة التي أسكن فيها فقدنا عضو عضو الناشط عضو كان مستشار الجمعية فقدناه في الأيام التي كنا نشتغل فيها وفعلا رغم أن التحديات التي وجهتنا في وقت كورونا وإن أهالينا كانوا ما يستمحون نخرجوا من البيوت في قضاء حوائج الناس أنا أتذكر فعلا في سنة 2020 وإن الجمعية قدمت ما لم تقدمه في سنوات أخرى فقدمنا في ذلك السنة في بلدية من بلدية التي أقطنها قدمنا حوالي 570 طرد غذائي يحتوي على 37 كيلوغرام من مواد غذائية أساسية ووصلناها إلى البيوت بيت ببيت فمثل هذه الأعمال لها دلالة على أن القيم قيم التعاون متجذرة في الشعب الجزائري وكما أذكر أن التعاون على الخير من الصفات الحميدة التي يتحل بها الفرد الإيجابي والنفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب والعمل الخيري هو أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين عندما يختار كالله لقضاء حوائج الناس فهذا فضل منه وأفضل الناس عند الله شخص تقضى على يده للناس حاجاتهم فهذا دأب الجزائر الخير الذي يحب العمل الخير ويلقى الكثير من الأمراض تعالج بالعمل التطوعي ونحب نخرج من هذه الحصة ونقدم دعوة للشباب للشباب للكهول للشيوخ أنهم ينخرطوا في جمعيات ويقوموا بأعمال لأن العمل الخيري كما قلت في حد ذاته صحة نفسية النصر يتعالج بالأعمال الخيرية عندما تنخرت في جمعية وتكون عندك مهمة نبيلة هو إسعاد الآخرين وإفراح الآخرين وكما قال صلى الله عليه وسلم من أدخل السرور على آل بيت من المسلمين لم يرضى الله له بيتا دون الجنة إذا كان الإنسان لا يفكر في نفسه كما ذكرت يا الأخت الكريمة رمضان صح رمضان ولا فخر عائلتنا بأطباق متنوعة ومتعددة صح أو لا إلا أننا لازم نفكر في الفقير نفكر في جارنا إذا فكرت بهذه الطريقة فبصحتك هذه الأكل أما إذا تكون وحدك وتخلي جارك دون غذاء ودون فطور فهذا لا يليق بالجزائري الشريف أكيد المواطن الجزائري خصوصيته تكمن في هذه الروح الروح التضامن شفناها في حرائق الغابات شفناها فيما حدث في المناطق الجنوبية من فيضانات لم تكن متوقعة دائما ما كان العمل التطوعي ما كان التآذر من أهم الصفات التي يتحل بها المواطن الجزائري ليس فقط داخل حدود الجزائر وإنما حتى خارج الحدود بمؤسسات الدولة نتحدث عن العمل الذي تقوم به مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري نتحدث أيضا على البعثة الطبية التي كانت في فلسطين الشقيقة نتحدث على مظاهر عديدة للعمل التطوعي تساهم فيها الجزائر بمؤسساتها بهيئاتها بمجتمعها المدني أيضا أخت رتيبة فعلا انخرطت معنا في جمعية سواعد الحسن بهذه الطريقة الكلامية فعلا ذكرتني بنشاطات لجمعيات فاعلة كان الخير كان العطاء فات للقطر الجزائر وإنما انتقل إلى إخواننا فعلا بعض الجمعيات وأذكر منها جمعية سواعد الإحسان شاركت في تقديم الإعانة لإخواننا في غزة ونقول أن مثل هذه الأعمال ذكرتنا أن لنا إخوة على الثغور أن لنا إخوة على الثغور فارقوا الأمهات والآباء والأزواج والأولاد كل ذلك فداء للحق ودفع للظلم وحماية للأعراض نسأل الله العلي القدير أن يقوي سواعدهم ويسدد رميهم ويحقق النصر على أيديهم إخواننا كان واجب علينا في الجزائر أننا نقدم إعانة لإخواننا في فلسطين فعلا ونشهد رفقة بعض أعضاء المكتب الوطني وأن الجمعية قدمت إعانات وأذكر أهالينا في الصحراء في ورقلا في غردايا ونجهز سنة الماضية حوالي مئة طن من التمور قدموها إلى أهالينا في غزة وأنا كذلك شهد كذلك الإعانات المخزنة في الجزائر العاصمة أو أو في البليدة والتي راحت عن طريق الهلال الأحمر بالتنسيق جمعية سواعد الإحسان بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وين المكتب الوطني أبعث طائرات مجهزة بالمواد الغذائية وهنا نقول أن في بعض الحالات يصبح العمل الخيري ليس تطوع واجب واجب علينا نقوم واجب علينا التفات إلى الآخرين فتلاحظ معايا أن العمل الخيري متجذر في ثقافة وأخلاق الشعب الجزائري حيث يقوم بأعمال داخل الوطن ولا يمنعه التضامن الدولي وذلك بتقديم إعانات وقت الحاجة عند الفيضانات أو الكوارث الطبيعية إذا مست بعض الدول الشقيقة والحبيبة إلينا وخاصة الشعب الفلسطيني الأبي أيضا أستاذ الحديث هنا يسقنا لضرورة تضافر الجهود بين كل الفاعلين بين مؤسسات الدولة الهيئات الوزارية المؤسسات التي تعنى بهذه الأعمال نتحدث أيضا على التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجمعيات في مختلف المجالات ليس فقط في المجالات المتشابهة مثلا نعم الأخت رتيبة انتقلت إلى فكرة أخرى متعلقة بالشراكة ونقول في جمعية سواعد الإحسان أننا كلنا معنيون كلنا معنيون لممارسة العمل الخيري التطوعي شركاء في السعي وشركاء في الأجر كأن أعمال مثلا في وقت كورونا جمعية وحدها بالحكس يذكرتني بكورونا والأعمال الجليلة التي قامت بها الجمعية وإن كانت بعض المناطق لا يوجد هيكلة بجمعيات المواطنين في حد ذاتهم تجمعوا وتضامنوا مع الآخرين ونقول العمل الخيري التطوعي هو أفضل طريقة لتحقيق التشاركية الشراكة في نشر وترسيخ ثقافة العمل الخيري على أن يصبح سلوكا وثقافة للجميع الشراكة في بناء المجتمع والشراكة في تعزيز روح المواطنة والشراكة في تنمية خلق التعاون والتضامن والتكافل ونحن غزة جمعتنا وخلتنا كلنا نشارك مع دولتنا ما نقدرون ونوصلون إعانة بلا إذن دولتنا ولذلك أنا نقول كلنا معنيون شراكاء شراكاء في أي عمل في نجاح وتحسين وتحسين بلادنا إلى الأفضل كلنا معنيون شراكاء في ممارسة العمل الخيري كبيرا كان أو صغيرا أنا لما نتحدث على جمعيتكم جمعية سواعد الإحسان نتحدث على هذه النشاطات التي سبق وأن ذكرتها ربما كيف يمكن أن تقوم الجمعية بغرس ثقافة العمل التطوعي لدى منتدي بها وأيضا بالنسبة لباقي المواطنين نعم فعلا باحتباري عضو في مكتب ولاية البليدة وعلى رأسه أذكر على رأس هذا المكتب السيد حاج الله محمد بارك الله وفيه أعطانا فرصة أننا نشتغل معاه في هذا الجانب في مجال العمل الخيري بارك الله وفيه ونرى نصهر في هيكلة المكاتب البلدية آخر بلدية في عمق ولاية البليدة من جهة الشرقية زرناها قريبة بالمفتاح زرناها وأسسنا فيها مكتب لجمعية سواعد الإحسان وعن قريب سنأسس جمعية سواعد الإحسان في حمام الوان فالنشاطات هذه نشاطات الجمعية وعندها مساهمة في نشر ثقافة العمل الخيري التطوعي ما يكفيش فقط يكون عنا مكتب ولائي يكون عنا مكاتب بلدية ونتعاون حتى تتوسع دائرة العمل الخيري عوضا تكون متمركزة ونحن وصلين كمرحلة أولى من هيكلة البلديات وصلين إلى 13 بلدية في ولاية البلدة هيكلناها فيها رئيس مكتب ونائب كلهم سيصهروا كل مكتب سيكون على عاتقه أقل كما قلت التحذير لشهر رمضان وكما ذكرت أنت يا الأخت الكريمة نسيت معلقت على إطحام عابري السبيل هذا الخلق الذي انتشر مؤخرا في عدة ولايات وننا رفقة الأستاذي الأستاذ محمد سوكودرلي عضو المكتب الوطني وان كانت لها زيارات لولايات ونشهدنا مطاعم عديدة نشأتها جمعية سواعد الإحسان واستفاد الكثير من هذا المطاعم إما يأخذوا فطره في رمضان وإما يأخذوا فطرهم يقدموا المتطوعين والقائمين على الإطعام يقدموا للأهالي وجبات ساخنة يدوها للبيوت ويفطروا بها طبعا هذا اليوم الوطني للتطوع والعمل الخيري أعطانا فرصة أننا نسلط الضوء على أن الخير ما زال في بلدنا الجزائر الجزائر بفضل سواعدها طالما نقوم بمثل هذه الأعمال فنحن في ستر الله وعافيته ونحن التلفزيون الجزائري شارك معنا في نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي مجرد أنكم دعيتوني إلى هذا اليوم إلى هذه الجلسة الطيبة رفقتك نتحدث على العمل الخيري علّ وحسى واحد يسمعنا وينتبه إلينا لأن الكلمة ليست حروف الكلمة روح عندما يسمعها الإنسان يتأثر بها مهما كان الإنسان فنقول دير الخير وانساه عاون أي إنسان وأنا نذكر كالأخت رتيبة في يوم من الأيام هاتف لي وحد الإنسان جالبوه قرى من مكان بعيد وكان يعتقد أنني رئيس جمعية مختصة في أمراض الحساسية وهذا الأمراض الحساسية عندهم أكل خاص وهو الذرة فكلمني قلت له أنا في حق ماني رئيس جمعية خيرية أنا ذاك في ذاك الوقت قلت له إلا أنه عندي رقم هاتف رئيسها أعطيني فرصة عندي مستعجل أعطيني فرصة نوصل للبيت ونعطيك رقم الهاتف فعلا الحمد لله ربي وفقني وذكرته وعطيته رقم الهاتف أهتف لرئيس الجمعية ويظهر لي أنه قضى حاجته بعد لحظات كلمني كلمني وشكرني وهناني وش قدمت له نايا هل قدمت له مال بعض هل قدمت له أشياء كثيرة توجيه وجهته مجرد ما أعطيته دير الخير والخير هذا كي الناس كثير من الناس يعتقدوا أن الخير لازم تكون عندك أموال باهظة لا بحاجة بسيطة فضلي الأخت نعم شكرا لك أستاذ على كل هذه النقاط التي تكلمت بها بخصوص أهمية العمل التطوعي وحتى بخصوص نشاطكم نشاط جمعية سواعد الخير شكرا لك على حضورك ومرورك الكريم معنا في هذا الصباح بارك الله فيك نشكرك مرة أخرى بارك الله فيك شكرا إذن مشاهدين الكرام نتوجه مباشرة إلى ستوديو الأخبار أين تتواجد الزميلة ياسينيا حسيني وموجز التاسع صباحك سعيد ياسينيا صباح الخير رتيبة صباح الخير مرة أخرى مشاهدين الكرام أعود ألقاكم بعد الفاصل مجزو التاسع أهلا بكم بداية استقبل رئيس والجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس السيد روبرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوفد المرافق لها اللقاء حضره وزير والدولة وزير شؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج وشؤون الافريقية أحمد عطاف ووزير والدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب والأمين العام لرئاسة الجمهورية منجي عبد الله وعقب الاستقبال أكد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أنه قد تم الاتفاق مع السيد الرئيس على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل الأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية لقد كان للشرف الكبير أن ألتقي بالسيد الرئيس وكانت لي الفرصة أن أتحدث مع سيادة الرئيس وتطرقنا إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والشراكة مع الدولة الجزائرية الرئيس أكد التزام الجزائر القوي من أجل عالم بدون تجارب نووية وعالم خال من الأسلحة النووية إنه أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية من الواضح أن التزام السيد الرئيس نابع مما تعرضت له الجزائر تاريخيا 17 تجربة نووية أجريت على الأراضي الجزائرية أنا كأسترالي أتفهم هذه الحقيقة لأن بلدي أجريت فيه كذلك 12 تجربة نووية لقد اتفقنا على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية شكرا لكم وبمركز البيانات الوطني بمحافظة الطاقة الذرية بالعاصمة نظمة أمس ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية للدول الناطقة باللغة العربية بحضور وزير الدول وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد والمناسبة كانت فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التبادل المعارف والخبرات خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمي شكل الاقتصاد تبادلات حول تجارب دول أوروبا الوسطى شكل أمس موضوع لقاء بالعاصمة نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ثم خلاله المشاركون تحسن مناخ الأعمال بالجزائر بما يمكن من تدسيد مشاريع استثمارية ناجحة اللقاء يندرج في إطار مشروع التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر 27 استثمار يعني مسجل مرتبط بمستثمرين من الاتحاد الأوروبي هذا يعني بمعادل 360 مليار مليار دينار الجزائري بين الجزائر وأوروبا علاقات شراكة متينة في مجلات الاستثمارات المختلفة كما تعلمون أوروبا هي المستورد الأول للغاز الجزائري بعد الاستثمارات في مجالات يعني مخصصة خاصة نتكلم على في مجال الصناعة الصناعات التحويلية في مجال الفلاحي وحتى في مجال الخدمات وخص بالذكر هنا مجال الاقتصاد الرقمي يعني فيه أفاق وعدة في هذا المجال حتى الاتحاد الأوروبي اليوم هو بحاجة إلى شريك مثل الجزائر يحوز على ميزات تنفسية عديدة أشرف اللواء حسنات بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ممثلا للسيد الفريق قول ساعد شنغريح الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس على مستوى الناد الوطني للجيش بالنحية العسكرية الأولى أشرف التي تم تنظيمها بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الافريقي يندرج تنظيم هذه الورشة بالجزائر في سياق التوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بمناسبة القمة التنسقية السادسة النصف سنوية للاتحاد الافريقي المنعقد يوم الواحد والعشرين جويليا المنصر بغانا المتعلقة لسيما بمراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوات الافريقية الجاهزة تعد هذه الورشة نقطة انطلاق محورية نحو تحقيق الهدف القاري المشترك الذي نطمح إليه جميعا والمتمثل في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية وضمان استجابة السريعة والفعالة للأزمات مما يسهم في بناء الاستقار والأمن على المستوى القاري وهذا من خلال تفعيل القوة الافريقية الجاهزة التي تعد إحدى الركائز الأساسية في هيكل السلم والأمن الافريقي أولا أود أن أعبر عن عميق امتناني لرئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وكذلك الشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال في كل مرة نأتي فيها إلى الجزائر هذا الافتتاح يعطي لنا فرصة ذهبية لتبادل الأفكار حول القوة الافريقية الجاهزة إن القادة المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية والتي اتسعت للاتحاد الافريقي وضعوا مفهوم القوة الافريقية الجاهزة لتكون قلب السلم والأمن للقارة الافريقية بطلب من القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة ترأس السيد كمال سيد السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال وسيد محمد مزيان وزير الاتصال لقاء مع مديري هذه المؤسسات تناول الأليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السماعية البصرية الجديدين حيث تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين كما حضر لقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية وكذا مدير والمؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمع البصرية في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني حيث استجهد وأصيب العشرات فجر اليوم في قصف الاحتلال بيت لاهية خاصة في محيط مدرسة أبو تمام ومستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا كما استهدف مدرسة تؤوي النازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروة في مخيم البريج فيما ارتقى خارون في قصف استهدف منزلين في دير البلح هذا وشن الاحتلال غارة على مخيم النصيرات بالتزامن مع قصف مدفعي لحي الصبر وتل الهوى في مدينة غزة وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة بهذا مشاهدين نكون وصلنا إلى ختم مجزة تاسعة شكرا لكم على كرم الإصائي والمتابعة أما الآن عودوا بكم إلى برنامج هذا الصباح مع الزميلة رتيبة تفضل رتيبة شكرا لك يسيني إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام ما نزل متواصلنا معكم دائما وبرنامج هذا الصباح في أساعة أثانية من عمري هذا العدد إذن الحديث الآن على استراتيجية المعهد الوطني لحماية النباتات في مكافحة دودة البحر الأبيض المتوسط وأيضا حماية شعبة الحمضية للحديث والتفصيل أكثر حول هذا الموضوع أسعد وإياكم باستضافة السيدة فتيحة يعقوب تقني سامي بالمعهد الوطني لحماية النباتات صباحك سعيد سيدتي مرحبا بك صباحك سعيد سيدتي شكرا على الاستضافة صباح الخير للمشاهد الكريم مرحبا إذن نستهل الحديث بها التعريف بخصوصية هذه الشعبة شعبة الحمضية بمسبة لشعبة الحمضية هي أشجار مطمئة تعتبر من الأشجار المطمئة يعني دائمة الخضرة يمكن أو كان في القديم استهلاك ثمارها تعتبر ذات فاكهة شتوية بينما مؤخرا في السنوات الآخرة فاكهة هذه الشعبة أصبحت على طول الموسم يعني نلقوها في الخريف في الشتاء في الربيع حتى بداية الصيف كذلك لو صفنا شجرة الحمضية كي نقول شجرة الحمضية يعني الليمون والبرتقال بالنسبة لو صفنا شجرة يكون طولها من 5 إلى 15 متر ذات عندها أزهار بيضاء صغيرة لحجم عطرية بالنسبة للأوراق كذلك صغيرة خضراء تكون كذلك فيها غودة زيتية ذات تكتسيها رائحة عطرية مميزة بالنسبة الثمار ثمارها عبارة عن ثمار يعني بها قشرة خارجية تحمي اللب الذي بداخلها تكون متنوعة في الشكل في النوع في اللون في الذوق في الطعم كذلك في التركيز طيب يعني هنا تحدثت على التعريف وخصوصية هذه الشعبة الاستراتيجية والمهمة في الجزائر خاصة خلال فصل الشتاء نتحدث أيضا عن القيمة الغذائية لهذه الشعبة بالطبع عندها قيمة غذائية كبيرة وهامة خاصة بالنسبة لجسم الإنسان يعني تقوية جسم الإنسان من أجل مكافحة مختلف الأمراض الشتوية نذكر على سبيل المثال لإفلونزا يعني تعطي مناعة جد قوية للجسم في التصدي لهذه الأمراض كذلك عندها قيمة غذائية مهمة تستعمل بالنسبة قبل ذلك عندها قيمة بالنسبة فيها الفيتامينات كثير من الفيتامينات مثل الفيتامين سي كذلك فيها الأملاح المعدنية الألياف وكذلك فيها العديد من العناصر مثل كاليسيوم بوتاسيوم الحديد إلى غير ذلك أيضا شعبة الحمضيات تتنوع على أنواع عديدة حتى مناطق زراعتها وتوجدها ربما هناك خصوصية خاصة بها من أجل الزراعة حدثنا أكثر عن الأنواع وحتى عن خصوصية زراعتها نعم هي تستعمل في نطق واسع الحمضيات الليمون سواء أنواع الليمون أو البرتقال تستعمل في تستعمل طازجة كفاكهة أو عصير تستعمل في الصناعات الغذائية تستعمل في الصناعات الطبية التجميلية الطبية وكذلك العطرية هناك أصناف هذا ما ميزها نجدها طوال الموسم من بين الأصناف المتنوعة سواء البرتقال أو الليمون نجد المندارين الكليمونتين يعني معروفة للمستهلك الجزائري فاكهة الطومسون البرتقال الطومسون كذلك واشنطن نعفال نجد كذلك من بين الأصناف المتأخرة نجد البرتقال الدموي أو لاصنغين المعروفة بإسم لاصنغين بالنسبة الليمون كأن الليمون الأصفر كينتلك الأخضر وكذلك الليمون الهندي أو البوميلو أين تكون أماكن تواجدها أو أماكن زراعتها هذه الأنواع؟ الحمضيات معروفة منذ قديم الزمن الموطن الأصلي هي المناطق الاستوائية من بين البلدان الرائدة نذكر البرازيل الهند الصين المكسيك ودول حوض البحر الأبيض المتوسط من بينها الجزائر في الجزائر في أي الولايات أو المناطق نجدها أكثر؟ في الجزائر أصبحت لأهمية هذه الشعبة اقتصاديا وكثيرة الاستهلاك تعتبر الفاكهة رقم ثلاثة في الاستهلاك العالمي بعد العنب والتفاح نجدها قديما كنا نجدها مقتصرة على سهل المتيجة يعني الجزائر البليدة الميدية البومرداس وتيبازا لكن في السنوات الأخيرة أصبحنا أو امتشرت غراسة هذه الأشجار الحمضيات تقريبا على كامل التراب الوطني نلقاوها الشرق الغرب نلقاوها في الوسط ونلقاوها حتى في الجنوب جميل هنا تحدثنا على التعريف على الخصوصية مناطق التواجد وأيضا الأنواع المختلفة التي تدخل في شعبة الحمضيات نتحدث أيضا عن أهم الأفات والأمراض التي تهدد صحة هذه الشعبة أكيد بالنسبة هي كجميع الأشجار المطمرة أو كجميع المحاصيل الزراعية معرضة للإصابة بمختلف الأمراض أو الحشرات من بين هذه الأمراض والحشرات التي ستنقص من قيمتها الغذائية وقيمتها التسويقية وهذه الأضرار ستكون على الفاكهة وليس لها أي ضرر على صحة الإنسان يعني هي متواجدة هذا الثمار متواجدة أو الفاكهة منذ قديم الزمن من بين الأمراض التي يمكن أن تصيب شعبة الحمضيات نذكر منها الجوموس بغازية أو تسمم الطفيل نذكر كذلك للانتهاكنوز فيروس تخيستيزا ومالسيكو بالنسبة للحشرات نذكر كذلك حشرات القشريات أو لكوشني نذكر كذلك ضبابة الضبابة البيضاء لزالوغود نذكر كذلك ضبابة البحر الأبيض المتوسط وضبابة السرها ضبابة البحر الأبيض المتوسط هي حديث اليوم. هذه الدبابة هي تعتبر مضرة بالثمار. مضرة بالمحصول. تكون مضرة تحدث أضرار كثيرة في المحصول. على مستوى جودة المحصول. جيد. يعني ستقيس الكمية والنوعية. إذا لم يكن التدخل في الوقت المناسب بالأجنة مكافحتها. هنا نتحدث على استراتيجية المعهد في مكافحة هذه الدودة بالتحديد. ما هي أهم الأليات والتقنات التي يسعى المعهد لتطبيقها من أجل مكافحة هذا المرض؟ قبل أن نتحدث على الاستراتيجية. من أجل مكافحة هذه الدبابة. لازم نعرف سلوكيات الحشرة. ونعرف كذلك دورة حياتها. من أجل التدخل في الوقت المناسب. إذا تحدثنا عن هذه الحشرة. هي حشرة مضرة بأشجار الفواكه عموما. وليس خاصة الحمدية. يعني هي متواجدة لطول العام في الحقل. من بين الأشجار العائلة الوردية تصيب أكثر من 250 نوع من الأشجار المطبرة. من بينها الوردية بنوعيها ذات البذور وذات الثمر. نذكر منها الخوخة المشمش والنكتارين. كذلك من بينها بالنسبة للورديات. كذلك التين الرمان والحمضيات. طيب. يعني تحدثت على الأمراض التي من الممكن أن تهدد هذه الأشجار. خاصة بالنسبة لدودة البحر الأبيض المتوسط. فقط حدثنا عن كيف تأتي هذه الدودة. وهل هي مرتبطة بحسب بحسب اسمها. يعني بحسب المنطقة المتواجدة فيها. نعم. هي عندها من اسمها نصيب خاصة بدول الحوض الأبيض المتوسط. نعم. بالنسبة لي هي حشرة وجدت في الجزائر منذ 1859. قديمة جدا. هي حشرة من ذات الأجنيحة. بالنسبة للحشرة يكون طلعها خمسة متر. تعتبر من بين الزبابات أجمل الزبابات. لأن يكتسيها ألوان زاهية. نلقى ذات عيون أرجوانية مذهبة. كذلك نلقى أشريطة على الأجنيحة ذات أجنيحة عارضة. بها أشريطة برتقالية. تكون بها نقاط كذلك سوداء بالنسبة للحشرة البالغة. بالنسبة للبيض يكون أبيض اللون مستطيل الشكل. لا يتعدل واحد مليمتر. بالنسبة كذلك لليارقة. الدودة هي المضرة هنا بالطمرة. الدودة هي التي تحدث الأمراض بالمحصول. الدودة تمر على ثلاث مراحل. تكون مستطيلة. لونها أصفر. بالنسبة للخادرات تكون بنية اللون. بالنسبة لستراتيجية. نعود لستراتيجية المعهد في المكافحة. دائما استراتيجية الدور الأساسي للمعهد هو حماية جميع المحاصيل. بما في ذلك الحمضيات أو الأسجار المطمرة. الاستراتيجية تتمثل في استعمال المكافحة المتكاملة. التي بدورها تضم أو تجمع بين أربع مراحل أساسية. وهي أو أربع مراحل أساسية. نذكر منها الإجراءات الاحترازية التي تتعلق بنظافة البستان. يعني الفلاحة قبل ما يلجأ إلى المكافحة. لازم ينظف الحقل التاعه. يجمع بقايا المحصول السابق. ويحرقها ما يخليها في البستان. كذلك نزع الأعشاب الضرة. تقليب الطربة كذلك. هذه من بين الأعمال البسيطة التي يقوم بها الفلاح. لكي ينقي الحقل التاعه. وبالتالي سيقضي على بعض الأمراض والحشرات التي كانت على المحصول السابق. بالنسبة كذلك لعملية الزبر أو التقليم. يعني شعبة عندها زبر خاص. هذه تعتبر تدابير احترازية. طيب. يعني فقط سؤال في هذه النقطة. بالنسبة لهذه الحشرة أو هذه الدودة. نتحدث على ربما العلامات التي تصاحبها. والتي ربما تكون بمثابة منبهات. بالنسبة للفلاح. لتعرف على أن هذه الحشرة تهدد المحصول. جيد. لحقنا. قلنا المرحلة الأولى هي المرحلة الاحترازية. المرحلة الثانية هي مرحلة أو المكافحة البيوتوكنيولوجية. ليعتمد فيها إطارات المعهد الوطني لحماية النباتات. على نصب هذه المصائد الفرمونية. يقوم إطارات المعهد الوطني لحماية النباتات. بنصب هذه المصائد الفرمونية. من أجل المكشف المبكر عن تواجد الحصارات. قبل أن تبدأ تحدث بالخسائر. لدينا شبكة للمراقبة. يقوم إطارات المعهد على مستوى مئة مركز للمراقبة. ينصب هذه المصائد الفرمونية. يعني الوقت هو قبل نضج الثمار. يعني قبل مرحلة تلون الثمار. كيف تصطاد هذه ؟ تتحط قبل نضج الثمار. أو تلون الثمار. يعني في نهاية بداية سبتمبر. هذه هي الظروف الملائمة لتواجد هذه الحشرة. بعد نقول لك لتدور حياتها. لكي تكون واضح للمنتجين الحمضيات. كيف نصبوها في الظروف المناسبة لتواجد هذه الحشرة. تلون الثمار. كذلك الظروف الملائمة من درجة حرارة ملائمة ورطوبة ملائمة لتواجد هذه الحشرة. لكي توفر الغذاء والظروف الملائمة للمناخ. ستتواجد هذه الحشرة. هذه للكشف المبكر. كنحط لفغومون هنا الداخل. هذه لفغومون هي فيرمونات جنسية مصنوعة من رائحة الأنت. هي لتعمل على جذب الظكور. كي تجذب الظكور نداء لليقاضة لجميع الفلاحين. تحسيس. أخي الفلاح الظروف الملائمة في الحين. لازم عليك أخذ الحيطة والحذر. إذا تم هذه المسيادة لقنا فيها لأن ندير القراءة كل يومين. لازم نتبع هذه المسيادة. كي دير القراءة للإطار المهد يلقى ثلاث حشرات ثم فوق ونسبة الإصابة على الثمار 1% هنا مصلحة الإنذال الفلاحي ستصدر تنبيه الزراعي بالمعالجة الفورية لأشجار الحمذية. هنا بالنسبة للمراقبة والكشف المبكر عن تواجد الحشرة. ثالث مرحلة هي استعمال المكافحة البيولوجية بالنسبة لذوبة البحر الأبيض المتوسط غير متواجدة. لكن توجد بالنسبة لحشرة المن على الحمذية. هنا ستكون حشرة نافعة ضدها تتغذى لحشرة الضرة. يقوم المعهد الوطني تجربة في هذا المجال بطربية هذه الحشرة. ثم يقوم بالطلق. آخر مرحلة للمكافحة المتكاملة هي استعمال المبيد الحشري المرخص والمخصص لكن بعقلانية. قلنا لما يكون عتبة الضرر التي تسمى عتبة الضرر فوق ثلاث حشرات. هنا الفلاح يجب يستعمل مبيد حشري ضد هذه الحشرة. مخصص ومرخص من أجل مكافحة هذه الحشرة. لكن بعقلانية يحترم الجرعة. يحترم كذلك المدة قبل الجن. هذا شيء مهم. حتى لا تبقى المبيد في الفواكه. كذلك هناك أساليب لاستعمال هذه المبيدات حتى تعطي الفعالية. من بين هذه الأساليب لا يستعمل المبيد في الشتاء. الجو ممطر. أو درجة الحارة العالية. أو في تواجد الرياح. كذلك كل هذه فترة محددة لإستعمال هذه مكافحة ناجحة وفعالة. كنت قد تكلمت قبل قليل. دورة حيات هذه. دورة حيات هذه لازم أي منتج الحمديات يكون يعرف الحشرة لكي يعرف وقت التدخل ويعرف كذلك المكافحة. دورة حيات هي هذه الحشرة بعد التزاوج بين الذكرة والأنت ستضع البيض تحت قشرة البرتقال. هي توصيب أكثر للبرتقال. عكس الليمون. لأن البرتقال تجذبها لنسبة السكر في الفاكهة ولون كذلك الفاكهة. لأن هي تضع البيض التاحة في لحظة تلون الطمرة. لا تستطيع تضع القشرة ساميكة. تلون تنضج بداية النصد. تضع البيض التاحة. هنا تبدأ المراقبة. قبل. 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 لازم نحكم واحد لا أكثر. لكن لازم التدخل السريع. هنا تضع البيض التاحة. هذه البيض تتفقس من ثلاثة إلى خمسة أيام داخل الطمرة. وتصبح يرقات. اليرقات تتغضى وتتطور داخل الطمرة. بمجرد اليرقات تكبر تمر على ثلاث مراحل الواحد الاثنين الاثلاثة راح تلحق حتى ثمانية مليمتر يعني تبان بالعين مجردة. هنا ستتسبب في السقوط المبكر لهذه الثمار. وتتعفن. هذا هو العرض التي تبان للفلاح ويعرفها. هنا تخرج هذه اليرقات لما تسقط الثمرة في الطربة. ستخرج اليرقات وتكمل السوبات النباتي أو مرحل تطور هذه اليرقات داخل الطربة. لهذا قلنا تقليب الطربة شيء أساسي في العمليات الاحترازية. لما المدة الخادرة في الطربة ستكون بين 10 إلى 20 يوم. ثم بتوفر الشروط الملائمة. وتوفر الغذاء. لازم يكون عندها الغذاء. الأشجار المثمرة العائلة. هنا ستخرج البالغة. دورة حياتها ستكون من 20 إلى شهر أو أكثر في توفر عسب الظروف السائدة. كذلك العدد الأجيال ستكون من 7 إلى 12 جيل. لأنها متواجدة. قلنا ليست فقط في الحمضيات. وإنما تنتقل على جميع الأشجار المثمرة. هنا نعود للحديث على التواريخ والمحطات. نتحدث على أشجار الحمضيات. متى يمكن أن نقوم بعملية المراقبة من أجل تفادي وجود هذه الحشرة. أيضا نتحدث على المرحلة أو التاريخ الذي يعنى بوجود أو دورة الحياة أو العلامات التي تظهر على وجود هذه الحشرة. وحتى أليات المكافحة. متى نكافح أو نتطرق للمبيدات الحشرية لحماية المنتوج نوعا وكما. هي المراقبة تبدأ دائما لما تتوفر الظروف المناسبة لتواجد هذه الحشرة. يعني معروفة. ولما يكون طور النمو بالنسبة للشجرة في طور تلون الثمار. في غيزة. هذا هو الوقت المناسب. دالجة الحارات تكون بين 25 فما أكتر. هذا هو الظروف المناسبة لنشاط هذه الحشرة. طيب. يعني تحدثنا على العديد من النقاط. نتحدث أيضا في سياق الاستراتيجية على عامل التحسيس. وأيضا عامل التكوين بالنسبة للفلاحين. خاصة من خلال أليات المكافحة. خاصة من خلال أليات الاستعمال العقلاني للمبيدات. إطارة المعهد الوطني لحماية النباتات أو من بين المهام الأساسية للمعهد الوطني لحماية النباتات تقديم الدعم التقني للفلاح. كيف يتم ذلك؟ من خلال التوعية والتحسيس. من خلال تنظيم أيام تحسيسية إرشادية تقنية في الميادين في الحقول في البساتين. كذلك من خلال تنظيم أيام تكوينية لتنمية القدولات هذا برنامج مسطر من الوزارة الوصية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. كذلك يكون لفائدة الفلاحين لفائدة الإطارات للقطع. كذلك من خلال إنشاء أو ومضات تحسيسية ومضات في الراديو راديوفونية. كذلك باستعمال وسائل للتحسيس منها هذه المطويات ومنها كذلك برنامج للمراقبة الحمضيات. كذلك قوافل تحسيسية يقوم المهد الوطني لحمية النباتات بتنظيم قوافل تحسيسية من أجل التوعية والتحسيس. بالإضافة إلى إنشاء منصات للبرهنة هذا البرنامج الذي أعطى نتائج جد إيجابية في التحسيس والتوعية. هذه المنصات البرهنة من خلال اتفاقيات المبرمى بين المهد الوطني لحمية النباتات والمتعاملين الاقتصاديين. كذلك استعمال آخر مفهوم استعمل أن يدخل الجزائر منذ 2015 عن طريق منظمة الغذائية لفاو. هذا المفهوم هو مفهوم المدارس الحقلية لإعطاء نتائج إيجابية في التحسيس والتوعية. كان المعهد الوطني عنده تجربة في هذا الميدان من خلال إنشاء بعض المدارس الحقلية فيما يخص الحمضيات. مدرسة الحقلية تضم 20 فلاح عنده نفس الأشجار أو نفس المحصول. تكون هنا إطار المعهد يقوم بالتعاون وبالتنسيق مع الإطارات المعاهد الأخرى. وكذلك التنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية والغرف الفلاحية. يقوم على طول الموسم الفلاحي. هذا العدد من الفلاحين سيشوف المسار التقني للحمضيات منذ بداية النشاط حتى الجني. سيتعرف على احتياجات الشجرة من أسميدة أو أسميدة عضوية أو معدنية. كذلك كمية الماء التي تحتاجه أشجار الحمضيات تكون منظمة وما هي الكمية. في وقت الإزهار ستكون نقصة. وفي وقت باشتفدي سقوط للإزهار. وبعد في الإطمار ستزيد الكمية. كذلك يتعلم الفلاح. في الميدان سيتعلم كل ما هي الأمراض والآفات التي يمكن أن تصيب أشجار الحمضيات. سيتعلم التشخيص في أول شيء. ثم سيتعلم المكافحة. هنا من خلال كل هذه النقاط التي تكلمت عنها. تكلمت على نقطة مهمة. هي تنسيق ما بين مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي. بالخصوص من أجل حماية هذه الشعب. نتحدث أيضا على مجال الرقمنة في المعهد. إلى أي مدى المعهد اليوم ماضي في مجال الرقمنة. كل هذه المعطيات وكل هذه الاستراتيجيات من أجل حماية مختلف الشعب. ليس فقط شعبة الحمضيات. نعم. المعهد الوطني لحماية النباتات كان من السباقين في هذا المجال. مجال الرقمنة واستعمال آليات حديثة على مستوى المعهد. في ميدان البحوث. بالنسبة للرقمنة لدينا قاعدات للبيانات لتسيير ومعالجة المعلومات بالنسبة للأفات الزراعية. لدينا قاعدة أخرى لتسيير ومعالجة المعلومات بالنسبة لجميع الأمراض والأفات أو الحشرات. كذلك قاعدة للبيانات لتسيير المحشرة. لنسكتغ يوم المتواجدة على مستوى المعهد الوطني لحماية النباتات لتضم أكثر من 8000 حشرة. كذلك بالنسبة للبيانات بالنسبة للأحشاب الضرة. عندنا كذلك خارطة الصحة النباتية التي يقوم على تنظيمها أو جمع المعلومات وتسييرها إطارات كل المحطة الجهوية بما فيهم إطارات المقر. هنا هذه الخارطة هي عبارة عن بيانات للمعلومات تضم التوزيع الجغرافي لمختلف الأفات والحشرة. بالنسبة كذلك للبحوث المعهد الوطني كان من السباقين في هذا المجال. المعهد الوطني إطارات يقوم منذ نشأته بالبحث التطبيقي في الميادين من خلال التحقيقات. عندنا وحدتين للبحث العلمي. واحدة على مستوى الجزاء العاصمة من أجل تطوير أليات والأساليب الحديثة في الصحة النباتية. والثانية على مستوى وليت وهران لتطوير أساليب أو استراتيجيات الصحة النباتية الخاصة بالأفات الزراعية. أيضا هنا نؤكد على ضرورة توجيه الفلاحين اليوم للاستشارات خاصة بالنسبة للمعهد. خاصة فيما يقوم به من بحوث وآليات وستراتيجيات كلها تصب في مجال حماية المنتوج نوعا وكما. نعم إطارات المعهد دائما على قدم وساق من أجل المجندين من أجل حماية جميع المحاصيل. يستفادوا كذلك من تكوينات على مستوى الخارج من أجل الميزانيفو من أجل مواكبة الدول المتطورة في مجال الصحة النباتية. سواء هناك مختصين يقوموا بتكوين الإطارات المعهد الوطني لحماية النباتية النباتات على مستوى الخارج أو في الداخل أو عن طريق استعمال الزوم أو التطبيق جوجل موت ميت بالنسبة للتواصل عن بعض. كذلك مؤخرا استفاد إطارات المخابر من تكوين في الخارج على دفوعات فيما يخص البيولوجيا الجزئية أو اللابيسية. يعني المعهد الوطني لحماية النباتات إطاراته دائما في نفس مضون في مصار التكوين. نعم. يعني هذه الدورات التكوينية يستفاد منها المعهد الوطني لحماية النباتات من خلال دائما برنامج الوزارة الوصية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ورمونا. برمونا كآخر نقطة يمكن أن نتكلم عنها بخصوص هذا الموضوع بخصوص حماية شعبة الحمضيات من مختلف الأفات والأمراض ليس فقط بالنسبة لدودة البحر الأبيض المتوسط. ما هي أهم النصائح التي من الممكن أن تقدمها من خلال فضاء هذا الصباح لكل الفلاحين في هذا المجال؟ النصائح دائما توصيات تقدم دائما لمنتجي الحمضيات العناية بالبستان أول شيء ستنقص من كل فت الاستثمار ستنقص من الجهد ستنقص من استعمال العشوائي للمبيدات الكيميائية أول شيء ستنقص دائما العناية بالبستان تغذية الشجرة لأنه تغذي الشجرة هي ستغذيك تغذية الشجرة باستعمال الأسمدة باستعمال كذلك الأسمدة العضوية والمعدنية كذلك الوقاية المكافحة. التدخل في الوقت المناسب. وإذا تعدر عن فلاح معرفة هذه الأفاد أو هذه الحشرات. أبواب المعهد دائما مفتوحة ومحطاته الجهوية. من أجل التشخيص ومن أجل كذلك التوصيات. شكرا لك يا أستاذ. على كل هذه النقاط التي تكلمت بها. بخصوص استراتيجية المعهد الوطني لحماية النباتات في حماية هذه الشعب. شكرا. دعيني فقط. أشكر كل إطارات المعهد الوطني لحماية النباتات. المجندين دائما على مستوى الميادين من أجل حماية مختلف المحاصيل الزراعية. سواء كانوا مهندسين أو تقنيين. وهذا دائما من أجل تحقيق أمن غذاء مستدام. شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام. فاصل قصير بعده نواصل. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة 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 للحديث والتفصيل أكثر حول هذا الموضوع أسعد وإياكم باستضافة الدكتور هشام محجوبة عضو اللجنة المحلية لترقية وتصنيف بجامعة عين تيموشن صباحك سعيد أستاذ مرحبا بك صباح الخير أستاذ السلام عليكم وشكرا لكم على الدعوة الكريمة لحضور هذا البرنامج مرحبا بك كما سبق وقلت أنه من أهم الرهانات وتحديات الماضية اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدسيدها خاصة خلال هذا الموسم الجامعي الحالي هي الذهاب نحو جامعات من الجيل الرابع حدثنا على هذا المسعى وما هي ربما الإضافة التي من الممكن أن يقدمها في مجال تعليم العالي والبحث العلمي أكيد أولا نشكركم مرة أخرى على الاستدافة فيما يخص موضوع بما يسمى الجامعات من الجيل الرابع هو عبارة عن توجه استراتيجي لوزارة تعليم العالي والبحث العلمي ظهر مؤخرا وتحاول من خلاله الوزارة الوصول إلى هذا المبتغى عن طريق لحد الآن تم اختيار أعتقد 12 جامعات وطنية سيتم وتطبيق فيها بما يسمى بآليات جامعات من الجيل الرابع هي تجمع ما بين أربع معايير من بينهم لهذا الوزارة نرى الوزارة يمأكد كثيرا على ما يسمى بالذكار الاصطناعي الرياضيات إعلام الآلي بالإضافة إلى نقطة أخرى التي هي تدريس عن بعد أو استخدام المنصات الرقمية لتدريس عن بعد هذا أمر الأمور الأربعة يؤدي بنا إلى ما يسمى بالجامعة من الجيل الرابع التي تواكب تطورات المجتمع وتحاول تكون فيها مخراجات تعالج ما يسمى بالمشاكل المجتمع سواء في قطع الصناع أو الزراع إلى غير ذلك هذا هو التوجه وفي الأخير سيكون فيه مفهوم بما يسمى بالتعليم المستدام هذا هو الأصل فيما يسمى بالجامعة من الجيل الرابع ومدام الفرصة رهي مواتية في البلاطو هذا ورح تاخده خبر حصري إن شاء الله لم يتم إعلان عنه بعد بجامعة ستيف جامعة ستيف 2 إن شاء الله الأسبوع المقبل تاريخ أعتقد 17 ديسمبر سيتمو التنظيم ندوة وطنية سيكون فيها شرح هذه المفاهيم بما يسمى بالجامعة من الجيل الرابع من تنظيم جامعة ستيف بروفيسور بامي نائبة مدير الجامعة المكلفة بالبحث العلم وعلاقات خارجية سيتمو فيه تنظيم ندوة تعريفية حول هذه الجامعات من الجيل الرابع سيتمو استضافة فيها كذلك بمشاركة 14 جامعة وطنية ستشارك هذا الحديد إن شاء الله وسيمو فيه تذكر هذه الأمور المتعلقة بالجامعة من الجرابع بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه الجامعة الجزائرية إن شاء الله للدخول في هذه السياق جميل قبل الحديث على أهمية هذه الندوة وربما ما هي أهم المحاور التي ستطرح من خلال مائتتها المستديرة نتحدث على المعايير التي سبق وذكرتها قبل قليل حول الجامعات التي من الممكن أن تكون نموذجا للجامعات من الجيل الرابع طبعا لحد الآن في جامعات أصلا بدأت تطبق بما يسمى بتدريس عن بعد في الحديد أن أربع جامعات جزائرية تطبق بشهادة بالإضافة إلى جامعات تكوين متواصل جامعات تكوين متواصل تعتمد بما يسمى التعليم عن بعد في أربع جامعات في مستر أكاديمي تقدمون جامعات تكوين عن بعد مئة بالمئة الطالب لا يحضر الجامعة تدريس عن بعد بطبيعته العلمية الأكاديمية هي عبارة من السرقمية تشارك في أربع جامعات فيها جامعة وغرانة تنين جامعة جزائر تنين ومؤخرا في بداية سنة الجامعية قد أطلقت فتحة باب تجهيلات للمستر الأكاديمي في علم اجتماع الصحة المستر الأكاديمي لمدة سنة تنين عن بعد تشارك في جامعة جزائر تنين جامعة وغرانة تنين بالإضافة إلى جامعة قسنطينة واحد وقسنطينة ثلاثة أعتقد هذه أربع جامعات بدأت تطبق بالتدريس عن بعد مئة بالمئة باستخدام منصة هنا سنفرق فيما بعد منصة الرقمية التي ندرسوا بها كان منصة تسمى منصة موك وكان منصة تسمى منصة موضل أو إليمي هنا كان فرق بينهم الجامعة هذه أربعة ستتمشى بمنصة موك وهي منصة التعليم المفتوح والمجاني على الجامع وتستوعب أكبر عدد ممكن من التشجيلات وفي منصة التي نستخدمها في الجامعات في التدريس عن بعد هي منصة موضل موضل هي موجهة خصيصا للمؤسسات الجامعية من أجل تدريس عن بعد موجهة فقط للمؤسسات التعليمية بالموك توجهة الوزارة التعليم العالي أنها ستفتح فيما بعد حسب الخطة الساتيجية توجهة الوزارة أنها ستفتح دوارات تكون مفتوحة على المستوى لسه المستوى الوطني فقط على مستوى الدولي إن شاء الله أي شخص في دولة أجنبية يحب يشارك أو يدرس في الجامعة الزائرية يقدر يشارك ويدرس عن بعد طيب بما أنك تحدثت على هذه النقطة لماذا جامعة من الجيل الرابع أي إضافة يمكن أن تقدمها في المنظومة التعليمية خاصة لقطاع البحث العلمي والتعليم العالي جامعة من الجيل الرابع الأصل تها هو ربط الجامعة بالمحيط مباشرة يعني مباشرة يعني التكوينات التي ستكون في الجامعة من الجيل الرابع بالمعايير مثلا لذكرتها خاصة أنها في عصر رقمنا والتحول الرقمي الذكاء الإصطناعي وكما سبق لأن الجائحة كورونا كانت دافع للوزارة أنها تتجه لهذا الأمور لأن التحول الرقمي والرقمي والذكور يسمى بالذكاء الإصطناعي هذه الأمور أنها تساهم أنها تفتح بما يسمى بجامعة من الجيل الرابع لهذا الوزارة سبق قلت بل الوزارة ركزت على كنت نرى التركيز على الوزارة تركز على التخصصات العلمية فيما يخص الذكاء الإصطناعي لرياضيات الإعلام آلي هذه الأمور ستساهم في تكوين جيل إن شاء الله جيل يكون قادر على مواكبة التحديات على مستوى المجتمع يقدر يلقى حلول يعني جيل يقدر يفتح مشاريع أو يقع حلول في قطاعات قطاعات استراتيجية أخرى على مستوى الدولة الجزائرية فيما فيها قطاع الصناعي في قطاع الزراعي إلى غير ذلك طيب هذا بالنسبة للجامعة كقاطرة كمحطة كلبنة أساسية اليوم وكشريك اقتصادي هام ومهم في الدولة الجزائرية نتحدث أيضا عن الإضافة التي من الممكن أن تقدمها للطلبة وللباحثين وحتى بالنسبة للأساتذة كإضافة ممكن تحدث كتجربتي الخاصة عن نفات قمنا بتكوين في استخدام تدريس عن بوعد مكان مربوط بجامعة قسنطينا تحت إشراف الأستاذ أحمد هو رئيس اللجنة الوطنية لإرساء التعليم عن بوعد في المؤسسسة التعليم العالي ومتابعتي حضرنا تكوين لمدة تسعة شهر رفقتها حوالي أكثر من ثم ألاف أستاذ جميعي تقدمونا في التكوين هذا استخدام المنصات التعليمية الرقمية منصة موضل بالإضافة إلى الرقم بين التعليم البداغوجي والتعليم الرقمي قمنا بحضور دورة تكوينية مكتفة كانت بدايتها من ديسمبر إلى غاية أواخر سبتمبر توجد في الأخير بإعطاء شهادات للأساتدة المتكوينين في تدريس عن مبادئ وفي هذا السياق أني حاول نشجع كطلبة وكأساتدة في استخدام هذه المنصات لأن الجميعات لحد الآن جميع الجميعات خاصة في السنة الحالية يوجد تطور رهيب في استخدام أو في التعامل مع هذه المنصات في تدريس عن مبادئة الرقمية سواء من جانب الطلبة سواء من جانب الأساتدة يعني التخوف بدأ يزول من عند الأساتدة ومن عند كذلك الطلبة التخوف بدأ يزول في استخدام هذه المنصات فيه فيديوية توضيحية من إشراف اللجنة الوطنية بالإضافة إلى اللجنة المحلية يعني أنا كتشجيع لهذه الطلبة نوصيهم أنهم أنهم سبقوا قلت هالطلبة لندرسهم أنه يتعلم ويستخد مدومة الرقمية لأنه وتفتح لهم الأفاق والأمال أنهم يقدر يدي شهادة عن بعد هو يخدم ومن ثم يتكون عن بعد فيه منصات من بينها منصة منصة عالمية وعندنا منصة تابعة للوزارة التعليم العالي تقدم شهادات تكوينية عن بعد منصة تابعة للوزارة التعليم العالي مباشرة هي منصة ديال مصر هذه تقدم تكوين في اللغة الإنجليزية مجانية يكفي فقط أنها تسجل فيها وتحضر تكوين تكوين مكثلة فيها في أستيدة يشرفون على التكوين في الوغة الإنجليزية من أدنى مستوى إلى على مستوى قد ما تنجح في المستوى ستفوت المستوى الأخر هذه منصة مفتوحة على مستوى وزارة التعليم العالي ويقدر أستيدة أو طالبة يقدر شاركوا فيها طيب أستاذ هنا أنك تحدث على المخاوف التي من الممكن أن يقع فيها الطلبة وحتى الأساتذة من خلال مصداقية يمكن أن نقول التعليم عن بعد نتحدث على وجود هذه المنصات الرقمية في تسهيل هذا التوجه الجديد للجامعة الجزائرية في هذا السيق الأسبوع المقبلة إن شاء الله أصلا نحن على صدد بصدد تنظيم ندوة وطنية سيشرف عليها الأستاذ بروفيسور زيادة عبدقالر رئيس جميع عنتيموشنت بالإضافة إلى الندوة هذه من تنظيم اللجنة المحلية لتصنيف وترقية جميع عنتيموشنت وكذا اللجنة المحلية لإرساء التعليم عن بعد بإشراف الأستاذ كل من البروفيسور عيسى ماموسي دي محمد وكذلك الأستاذ بحميلي محمد سيكون فيها حاضرة معنا إن شاء الله رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ دكتور بلهاني أحمد سيشرف عليها رفقاته أحد التقنيين الأستاذ أبو زريا حمزة إن شاء الله في هذه الندوة هذه وطنية افتحنا بب تجيل أمام جميع الأساتدة لعند أي مشكل أو أي تخوف من استخدام هذه المنصات بنسبة الأساتدة يقدر يشرفنا إن شاء الله بجميع الانتيموشنت الأسبوع مقمي اليوم إثنين إن شاء الله أي مشكل يقدر الأستاذ في إطار هذه الندوات ستكون ندوها صباحية من تعطير الأستاذ بلهاني والمسائية ستكون عبارة عن ورشات لذلك رفقاته أستاذ حمزة بوزريعان هو عن تقني هو تقني هو من جنود خفاء للمنصات الرقمية في الجزائر إنسان ما يعرفه بزاف هو لي جنال لم يفتحنا المشاكم تكون مشكلة تقنية إنسان ما شاء الله عليه وتعلمنا من عنده هو أستاذ بلهاني وكطلبة نقول لهم في هذه السياق لا يكون لديهم تخوف يعني يمكن أنه أكيد على ربما مصدقية هذه المنصات وحتى طرق عملها برمجتها أنها مبرمجة من قبل مختصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا في مجال الرقمي أكيد المنصات هي مبرمجة من قبل مستوى الوطني مركزية بالإضافة إلى في الجامعات يوجد بما يسمى لجان خاصة لجان تقنية هي تشرف على فتح الحسابات سواء لطلبة سواء الأستاذ من أجل إعطاء دروس عن بعد على حسب المقاييس الوزارة في أول مرة كانت متجهة بما يسمى بالوحدات الاستكشافية أدنى الوحدات المقاييس التي تكون مقاييس عادية نظرية لغير ذلك الآن الوجارة بدأت تدريجيا مع الفرق البيداغوجية في التدريس بدأوا يدخل بما يسمى بالمقاييس الأساسية تدريس عن بعد أصبح يمس حتى المقاييس الأساسية حتى الطلبة أنا نحكي على مدام الجميع عن تموش كتجربة ونندرس فيها عن بعد لغير ذلك في تفاعل عام هذا أفضل من السنوات الماضية حوالي 150% تجاوب طلبة وكذلك من ناحية الأساسية وفيه وراشة تدريبية داخلية من خلال هذه التجربة التي لك في تعليم والتدريس عن بعد ما هي أهم النقاط التي وقفت عليها أنت كأستاذ وأيضا ربما كتجاوب للطلبة معك عشناها كتجربة أنا عشت في منصة نفس المنصة التي ندرس بها هي نفس المنصة التي تكونت في هذه السنة الماضية في منصة بيضاتي كاقسنتينة تكون فيها من وجهة نظر طلبة يعني عشت المخاوف التي نعيش هذه الطلبة حاليا في الدراسة عن بعد يعني عشت المخاوف عشناها كتجربة حوالي 7800 أستاذ على مستوى وطني عشناها كتجربة كطلبة السنة هذه المخاوف التي كانت عن طلبة أنهم كانوا المخاوف أنهم يدخلوا المنصة الرقمية لا يعرفوا لا يعرفوا الإجراءات لما يكون كان يتواصل ويطيبات ما بين الأستاذ وما بين طالب ويحاول الأستاذ دائما يكون هو في صفة الطالب لما تحب تدرس إنسان عن بعد أول مرة كتجربة تكون في المكان الطالب توجه المنصة بصفتك وستعلم خطوة بخطوة كيف يتابع تدريجيا يبدأ يشارك لدينا طلبة مشاركة تحو مئة بالمئة في المنصات ويتابعوا ويحضروا المعادرات وجميع الأعمال موجهة على مستوى تقريبا كل جميع التموشد نسبة التقدم في التعليم عن بعد على مستوى جميع التموشد بحكم أنني ما جاء منها يعني ما شاء الله وحتى بالنسبة للتقويمات تكون كلها عن بعد كلها عن بعد أنا حاليا ندرس مقياسين عن بعد فيهم أعمال موجهة وفيهم محاضرات التقييم يكون أوتوماتيكي الأستاذ هو لما الأستاذ يدر تكوين في التعليم عن بعد سيمر على مرحلة أنه بداغوجيا يعني منهجيا الدرس عن بعد عنده منهجية معينة درسنا في إقسانطينة هي منهجية فيها نظام دخول نظام خروج ونظام تعلم في الواسط من خلال إعداد هذا الدرس عن بعد سيحضر طريقة التقييم أوتوماتيكية تكون موجودة على مستوى المنصة الطالب لما يدخل تفاعل تقوم مع منصة سيجعل النسبة تقدم للدرس ستزيد وأي عمل يقوم به أو أي نشاط يقوم به حتى للأستاذ سيتنقط عليه أوتوماتيكيين بدون تدخل الأستاذ يعني الطالب يستطيع يعرف النقطة تقوم بدون ما يتواصل مع الأستاذ لا من قريب ولا من بعين أيضا اليوم لما نتحدث على المتغيرات العالمية لما نتحدث على وجود هذه التكنولوجية الحديثة نتحدث على الرقمنا نتحدث على التوجه الرقمي اليوم يعني الذي طغ وفرض نفسه على كل المجالات اليوم قطاع التعليم العالي من الضروري ويمكن أن نقول أنها حتمية لتوجه نحو هذه الأليات نحو هذه السيغ في التدريس عن ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات من أجل التطوير من المنظومة التعليمية وتحيينها أيضا حسب هذه المتغيرات أكيد دائما نرجع للنقطة الاستراتيجية التي توجه لها وزارة علي وبيع العالمي أن هذه المنصات الرقمية ستساهم في الرفع من مرئية الجامعة ككل يعني الوزارة ستمشي بخطة تتماشى مع تصنيف الجامعات الجزائرية يعني هذه الأمور تدريس عن بعض ليست فقط بداغوجية أو علمية فيما يخص مثلا معايير تصنيف الجامعات على مستوى الدولي الجامعات الجزائرية كان معايير علمية التي تهم أنه النشر العلمي الأستدداء يجب أن يكون نشرين علميا بحوث على مستوى الدولي في عدة مجلات مرموقة ومصنفة دوليا بالإضافة إلى ذلك هناك تصنيفات تعتمد على محتوى الرقمي للجامعات الجزائرية إذا كيف محتوى رقمي كثيف ومنظم وفيه طلبة يتفاعل معك في منصات الغير تفاعل النسبة مئوية سيتساهم في تصنيف الجامعات مثلا فيما يخص تحول رقمي تصنيف تياشو تصنيف عالمي هذا من بين معايير اعتمد لها لديه 17 معيار في الانباكت رانكينج لديه 17 معيار مبين ما يتم لها يعتمد على التحول الرقمي وانتدريس طلبة عن بعد إلى غير ذلك هذه الأمور هي رؤية الشخصية هي بعد استراتيجي لوزارة تعليم العالي وبعد العلمي في تطبيق سياسة رئيس جمهورية وبالتالي يحاول يفتح الجامعة على المستوى العالمي والحمد لله سنرى النتائج اليوم سيصدر تصنيف عرب رانكينج مساء اليوم في جامعات دخل تصنيف اليوم اليوم سيصدر على حوالي الساعة الثانية سيصدر تصنيف عرب رانكينج يعتمد عند المعايير هناك معايير متعلقة بالنشر العلمي النشر العلمي الأساتد ومعايير متعلقة بالمنصة التفاعلية بمواقع الجامعات هذه الأمور ستفتح الجامعة وتوجد الجامعة ككل وتوجد كذلك حتى الطلبة بما يسمى بجامعة من الجيل الرابع لأننا في عصر الرقمنا عصر التحول الرقمي ونرى الإجراءات الإدارية مع وزارة تعليم العربة الحلم الإجراءات الإدارية الورقية سفر ورقة حتى التسجيل الموالك عشنا تسجيلات البكالوريا في سنوات الماضية سنة 2004 و2005 كنا الأوراق البلدية إلى غير ذلك كنا في الأوراق ملف الورقي لحد الآن الجامعة للسنة الحالية تسجيل الحالي بكالوريا 2024 ومشتنا ولا طالب الجامعة وفي يديه ورقة نعم يعني كله يعتمد على الملفات الرقمية سفر ورقة حسب ما قالته وتبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم يمكن أن نقول للأساتذة ولطلبة أن نتوجه نحو هذه الآليات التي توفرها اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كل ربما المحطة سواء في التشجيل سواء في عمليات التدريس حتى التقويمات حتى التكوينات بما أنك تكلمت على منصات التي تعنى بالتكوين في اللغة الإنجليزية هي كلها عن بعد يجب التجاوب واحتضان هذه الآليات الجديدة من أجل الوقوف على مدى نجاعتها من أجل الوقوف على مدى فعاليتها في المنظومة التعليمية حتى كأساتذة أو كطلبة نقول لهم وفيه محتوى رقمي للأستاذ مثلا بالهاني فيما يخص استخدام المنصات أو المنهجية يجدونها الأساتذة على مستوى منصة اليوتيوب فيديوية التعليمية أي مشكل تحتفيها في المنصة التعليمية عن مدى ما أعرفتوش ومكنت عندك الوقت تقدر ترجع الفيديوية التعليمية نفس الشي برسبب طلبة نضع الفيديوية كأساتذة أو كإدارة ويضعوا فيديوية تعليمية توجيهية للطلبة ونجدون فتحين الباب الحوار ما بين الطالب ما بين الأستاذ أي مشكل فيما يخص استعمال التقني لمنصة أي مشكل تحتفيه أو لا ليس مشكل عاودة توصلهم عن إدارة وفتحهم المشكل نعم سنبقى دائما في سياق الحديث حول هذه الاستراتيجية والجامعة من الجيل الرابع ولكن قبل ذلك دكتور نذهب إلى استوديو الأخبار أين تتواجد الزميل سهيلة الحواسنية وموجز العاشرة صباح الخير سهيلة صباحك سعيد رتيبة صباحكم سعيد مشاهدنا الكرام نلتقي بعد الجينيريك بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس السيد روبيرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوفدة المرافقة له اللقاء حذره وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية أحمد عطاف ووزير الدولة وزير الطاقات والمناجم والطاقة المتجددة محمد عرقاب والأمين العام لرئاسة الجمهورية منجي عبدالله وعقب الاستقبال أكد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل لتجارب النووية أنه تم الاتفاق مع سيد الرئيس على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية لقد كان للشرف الكبير أن ألتقي بالسيد الرئيس وكانت لي الفرصة أن أتحدث مع سيادة الرئيس وتطرقنا إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والشراكة مع الدولة الجزائرية الرئيس الرئيس أكد التزام الجزائر القوي من أجل عالم بدون تجارب نووية وعالم خال من الأسلحة النووية إنه أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية من الواضح أن التزام السيد الرئيس نابع مما تعرضت له الجزائر تاريخيا 17 تجربة نووية أجريت على الأراضي الجزائرية أنا كأسترالي أتفهم هذه الحقيقة لأن بلدي أجريت فيه كذلك 12 تجربة نووية لقد اتفقنا على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية شكرا لكم وبمركز البيانات الوطني بمحفظة الطاقة الذرية بالعاصمة نظمت أمس ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية للدول الناطقة باللغة العربية وذلك بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة محمد عرقاب والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبيرت فلويد المناسبة كانت فرصة لبحث سبول تعزيز التعاون في مجال تبادل المعارف والخبرات خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمي شكل الاستثمار وتنويع الاقتصاد تبادلات حول تجارب دول أوروبا الوسطى شكل أمس موضوع لقاء بالعاصمة نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ثم ناخل له المشاركون تحسن مناخ الأعمال بالجزائر بما يمكن من تجسيد مشاريع استثمارية ناجحة اللقاء يندرج في إطار مشروع التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر 27 استثمار يعني مسجل مرتبط بمستثمرين من الاتحاد الأوروبي هذا يعني بمعادل 360 مليار مليار دينار الجزائري يجب أن تركوز أن اليوم والأوروبا والأجاري بين الجزائر وأوروبا علاقات شراكة متينة في مجالات الاستثمارات المختلفة كما تعلمون أوروبا هي المستورد الأول للغاز الجزائري بعد الاستثمارات في مجالات يعني مخصصة خاصة نتكلم على في مجال الصناعة الصناعات التحويلية في مجال الفلاحي وحتى في مجال الخدمات وخص بالذكر هنا مجال الاقتصاد الرقمي يعني فيه أفاق وعدة في هذا المجال حتى الاتحاد الأوروبي اليوم هو بحاجة إلى شريك مثل الجزائر ليحوز على ميزات تنفسية عديدة أشرف اللواء حسنات بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ممثلا لسيد الفريق أول سعيد شنغريح الوزير المنتدبي لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس على مستوى النادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى أشرف على مراسف افتتاح ورشة مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الافريقية الجاهزة التي تم تنظيمها بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الافريقي الورشة المنظمة بالجزائر تندرج في سياق التوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني بمناسبة القمة التنسيقية السادسة النصف سنوية للاتحاد الافريقي المنعقد يوم الواحد والعشرين جويليا المنصر بغانا المتعلقة لسيما بمراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الافريقية الجاهزة تعد هذه الورشة نقطة انطلاق محورية نحو تحقيق الهدف القاري المشترك الذي نطمح إليه جميعا والمتمثل في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية وضمان استجابة السريعة والفعالة للأزمات مما يسهم في بناء الاستقار والأمن على المستوى القاري وهذا من خلال تفعيل القوة الافريقية الجاهزة التي تعد إحدى الركائز الأساسية في هيكل السلم والأمن الإفريقي أولا أود أن أعبر عن عميق امتناني لرئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وكذل الشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال في كل مرة نأتي فيها إلى الجزائر هذا الافتتاح يعطي لنا فرصة ذهبية لتبادل الأفكار حول القوة الافريقية الجاهزة إن القادة المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية والتي تسعت للاتحاد الافريقي وضعوا مفهوم القوة الافريقية الجاهزة لتكون قلب السلم والأمن للقارة الافريقية بطلب من القنوات التليفزيونية الخاصة المعتمدات رأس سيد كمال سيد السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال والسيد محمد مزيان وزير الاتصال لقاءا مع مديري هذه المؤسسات تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين حيث تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين كما حضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية وكذا مديرو المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري دوليا وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين بعد الأربعمائة حيث استشهد وأصيب العاشرة تفجر اليوم في قصف الاحتلال بيت لاهية خاصة في محيط مدرسة أبو تمام ومستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا كما استهدف مدرسة تؤوي النازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في مخيم البريج فيما ارتقى آخرون في قصف استهدف منزلين في دير البلح هذا وشن الاحتلال غارة على مخيم النصيرات بالتزامن مع قصف مدفعي لحي الصبر وتل الهوى في مدينة غزة وأطلقت مروحية الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة بهذا نختم الموجز العودة إلى الزميلة رتيبة وما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح إليك رتيبة شكرا لك سهيلة على كل هذه التفاصيل الإخبارية إذن أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدنا الكرام في ساعة ثالثة من عمر البرنامج إذن كنا قتوقفنا عند الحديث عن سياسة واستراتيجية الدولة الجزائرية وبالتحديد المنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المضي قدما نحو جامعة من الجيل الرابع تحدثنا عن أهم الآليات التي توفرها الجامعة الجزائرية اليوم للتوجه نحو التدريس عن بعد من خلال كل المنصات المستحدثة لمختلف الخدمات لتسهيل العملية التعليمية بالنسبة للأساتذة وبالنسبة أيضا مشاهدنا الكرام للطلبة كنا قد توقفنا عند الحديث رفقة الدكتور هشام محجوب عضو اللجنة المحلية لترقية وتصنيف جامعة عين تيمو شونت عند الحديث على اعتلاء الجزائر اليوم أو اعتلاء الجامعة الجزائرية اليوم العديد من المراتب في التصنيفات العالمية للبحث العلمي أعود إليك أستاذ مرة أخرى إذن نتحدث على أهم المعايير اليوم الجامعة الجزائرية اعتلت العديد من المراتب في مختلف التصنيفات ليس فقط في تصنيف واحد كنا قد شاهدنا جامعات خلال سنوات الأخيرة صنفت لأول مرة في تصنيفات عالمية لو نفصل في هذا أكثر بخصوص مجال التصنيفات باعتبار عضو اللجنة المحلية لترقية مرئية وتصنيف الجامعة رفقة الرئيس اللجنة بروفيسار عيسى ماموسي لمحمد وبعد تعينينا من قبل مدير الجامعة يعني في أول لقاء فيما يخص بداية العمل على بموسمة بتصنيف الجامعة لو تلاحظت تسمية تسمية اللجنة التي تم إنشاؤها على مستوى الوزارة التي يشرك عليها أستاذ حريك اسمها اللجنة الوطنية لترقية مرئية أولا من ناحية الفيزيبيليتي والتصنيف الجامعة يعني نحوص الرقم مرئية الجامعة لولا لأنها تكون فيزيبية على المستوى الوطني على المستوى الدولي بعد ذلك سنشتغل بمسمى بالعمل على التصنيفات يعني تصنيف يختلف من آخر حسب ما توليه الوزارة من أهمية الوزارة تعليم علي دير أهمية في التصنيفات على حوالي ثلاث مجموعة مجموعة آل مجموعة بي مجموعة سي يعني كي تصنيفات هامة تولي لها الوزارة أهمية قصوى إلى غاية التصنيفات يعني حوالي على التصنيفات فيما يخص التصنيفات مع الاجتماع رفقة البروفيسور رئيس الماموسيدي محمد مع أعضاء الأكاديميين يعني الهيكل الأكاديمي للجامعة تعانيتيموشند الهدف كنا نقوله باللي أن تصنيف الجامعات أو مرئيتها هي عبارة عن وسيلة وليست غاية يعني أنها وسيلة هي طريق رح توصلنا أن نحسنه بما يسمى بالجامعة ومنصاتها الرقمية ونحسنه كذلك الملف العلمي الأستاذي وغير ذلك يعني ليست هي هدف الجامعة الزائرية ما هيش في منافسة فيما بينها بالعكس رحي تسعى من خلال دخول التصنيفات رحي تسعى بتحسين قاعدة بيانات قبل توجه الوزارة بما يسمى باللجنة الوطنية لترعية تصنيف وترعية الجامعات كانت الأستاذي عندهم حسابات علمية لأنها كانت بعض المعايير تشترط في التصنيفات لابد أن تكون كائنا متوفراء لدى الأستاذ بحد ذاته بدون أستاذ اللجنة لا تستطيع أن تدرك هذا لأن التصنيف يساهم فيه الأستاذ بحد ذاته الأستاذ الجامعي الطالب الإدارة هدفتها هو تسير هذه اللجنة تسير فقط هذه التصنيفات نعم خاصة في هذه النقطة من خلال الحديث على المساهمة مساهمة الأستاذة والطلب نتحدث على الأبحاث الجزائرية نتحدث على مشاركة الأستاذة الباحثين خاصة في المجلات العلمية العالمية كيف تؤثر هذه المشاركة في هذه التصنيفات إذن هنا المربط مربط الفارس بين العلاقاتين في هذه الحالة هنا فيه أستاذة بزاف تصنيف وإذن هذه اللجنة تدور تحتها كان كان إخراج بالبحث من الأدراج كان فيه عديد الأستاذة مثلا يكون فيه عندهم بحث ناشرين بحث ما شاء الله مشاركين في ملتقايات مشاركين لكن البحث الأستاذة ليست ليست بحث مرئية ليست بحث مرئية على المستوى الوطني أو المستوى الدولي عنده بحث عنده عديد من المشاركات لكن ليست مرئية ما نشوفها كيف نبدأ وضع وطن القطار على مستوى السكة الحديدية نبدأ مع الأستاذة عن طريق إرسال بعض الرسائل المهمة أن كل أستاذ يجب أن يتوفر على منصات الأستاذة الباحثين هي عبارة منصة علمية مثلا جوجل سكولر يجب أن الأستاذ يكون عنده منصة جوجل سكولر كذلك يجب أن الأستاذ يملك بما يسمى حساب ريسيشغايت إلى غير ذلك في هذه المنصات الأستاذ سيبدأ يشارك البحوث على مستوى المنصات هذه الأمور ستساهم في الرفع من العدد البحوث الجزائرية للأستاذ المشهورين على المستوى الوطني أو المستوى الدولي هذه الأمور بطريقة غير مباشرة ستساهم في تصنيف الجامعة هنا من خلال الحديث على هذه البحوث العلمية التي تساهم في زيادة فرص الجزائر وفرص الجامعة الجزائرية في الحصول على التصنيفات العالمية نتحدث على تصنيفات عالمية تعترف اليوم بالمجهود العلمي والبحث للجامعة الجزائرية نتحدث أيضا على الندوات العلمية اليوم التي تقف على مختلف النقاط والرهانات والتحديات التي يفرضها الواقع البحثي والواقع العلمي اليوم نتحدث مثلا على الندوة التي ستحتضنها ولاية تصطيف والتي تعنى بالتحديد بهذه المعاملات نتحدث على عمليات التدريس وتكوين عن بعد الأساتذة وحتى للطلبة نتحدث أيضا على أهم المحاور النقاط التي ستناقش مع الأساتذة والمختصين في هذا المجال أكيد فيما يخص التكوينات أو ندوات اللجان الوطنية التي وضعتها في وزارة تعليم العالم ستقوم بدوريات مكتفة بصفة أسبوعية نقول لجان سواء لجنة الوطنية تعليم عن البعد سواء لجنة الوطنية التي تصنيف وترقية الجامعات نقوم بدوره بصفة دورية ونشرح تصنيفات بعض الجامعات وبعض اللجان لا يكون لديها مفهوم واضح فيما يخص المعايير التي تحتمل تصنيفات نعطي مثال في منصة نشر دولية معروفة اسمها سكوبيس يعني الأساتيدة قديمة كنا نكتب مقال وننشرها على المستوى الدولي ننشر بتسمية الجامعة نسميها مثلا University of Intimution يأتي أستاذ آخر زميلية ينشر ها يسميها Intimution University التغيير هذا التسمية المختلفة هذه تأثر بطريقة غير مباشرة فيما يخص تصنيف الجامعات دخلت في هذه النقطة وينجمعت تصنيفات فيما يخص النشر حتى تقدر تحسب عدد المنشورات الأساتيدة المنشورة في المنصات الدولية وينتساهم في الرفع التصنيفات والتصنيفات الدولية التي دخلت فيهم الجزائر كانت تصنيفات مهمة مثلا تصنيف سيماغو تصنيف 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 كنا نشاهد قادما كنا نشاهد جمعتين أكثر للجامعة الجزائرية دخلت تصنيف حاليا تنافس الجميل أو تنافس النازيح ما بين الجامعات وين الجامعات تشارك لأن التصنيف أنك اللي لازم الجامعة هي تشارك في التصنيف يعني لا تصنيف الدولي ستعطي المعلومات المعلومات عادية يعني ستشارك فيه مجموعة من الشروط من بينهم المشاركة أو الأوراق البحثية المشورة من قبل الأساتيدة على مستوى المجلة الدولية المرموقة هذو الأمور يسهموا بالإضافة إلى مجموعة من المعايير التقنية على مستوى الجامعة لازم تكون منظمة تكون في إطارها قانوني ومنشورة يعني من ناحية المستوى بالشفافية يعني المعلومات تكون متاحة للجامع يعني هذه المنصات الدولية في التصنيف لما تحب تأكد المعلومات هم تفرع على مستوى المواقع الجامعية للجامعات جميل دكتور هشام هنا تحدثنا على كيف يمكن أن نعزز حضور الجامعة الجزائرية في هذه التصنيفات الآن نتحدث على ماذا يمكن أن تقدم هذه التصنيفات بالنسبة للجامعة الجزائرية على المستوى الدولي هو عبارة عن تحدي هذا هو بحدث التحدي للي يعيش كأستاذ وتعيش كوزارة تعليم العالي فيما يخص النصر المستوى قيمة ميزة تنفسية كما نسميها تسويق مورد بشاري تسويق في المورد بشاري على الجزائر يعني في أسل ما شاء الله مصنفين على المستوى الدولي أخذوا جائزات وطنية وجائزات دولية في عديد من الأساتداء لا يسعون الوقت أن نذكرهم أساتداء شاركو ودو ميزة كأحد مخرجات الجامعة الزائرية الجامعة الزائرية عندها مخرجات تمت الميزة تنفسية في أساتداء شاركو ودو يعني جوائز دولية ما شاء الله فيما يخص المجال البحث العلمي وتصنيف الجامعات طيب يعني هذا فيما يخص التصنيفات العالمية اليوم أيضا الجامعة الجزائرية هي خزان لبراءات الاختراع هي خزان لابتكارات التي من الممكن أن تقدم حلولا في المجال الصناعي تقدم حلولا في المجال الفلاحي خاصة في ظل التحديات التي تعيشها ليس الجزائر فقط وإنما يعيشها العالم تحديات في مجال تحقيق الأمن الغذائي الأمن الطاقوي وحتى الأمن الصحي اليوم نجد العديد من الجامعات الجزائرية تخرج من رحمها ابتكارات واختراعات يمكن أن تقدم خدمات تقدم الإضافة في مختلف المجالات أكيد في هذا السياق على مستوى الجامعات تم إنشاء بما يسمى يعني كان فرعين هذين يساهموا في فيما يسمى بمشاريع مؤسسة ناشئة المستوى الطالب يمكن فيما يسمى بسيديو اللي هي مشروع مؤسسة ناشئة الطالب يتكونوا فيها يقدروا يدرس في نفس الوقت يدرس بالجامعة أكاديميا في نفس الوقت يقدر يسجل يحط درسة جدوى لمشروع يكون عنده فكرة مشروع إلى غير ذلك ويحضر تكوين على مستوى سيديو سيديو عندها علاقة كذلك بالبيئة الخارجية لجميع هنا جميع تتوجه نحو علاقتها بالمحيط الخارجي لا ينغلق على المحيط الداخلي عندها علاقة بالمحيط الخارجي سيديو يتكون فيها طلبة عبارة عن تكوين يكون عندهم فكرة على مشروع سيرفقوهم الأساتداء ورفقة الإدارية لتابعين لمنصات الأخرى يتابعوهم إلى غاية أن الفكرة ترجع مشروع حقيقي في السياق في هذا الحديث كذلك يسمى بحاضنة الأعمال هذه واجهتين متوجدين على مستوى تقريب كل جامعة الجزائرية نعم دكتور هشام سنعود للحديث على الدور الذي تلعبه اليوم هذه الحاضنات نبقى دائما في سياق أن الجامعة الجزائرية هي اللبنة الأساسية والقاطرة والشريك الهام والمهم في كل المجالات الفلاحية الصناعية اليوم نجد الأبحاث الجزائرية تتدخل في الصناعات التحويلية سنعود للحديث ومواصلته في هذا المجال والآن مشاهدين الكرام نذهب إلى الزميلة عائشة بوبريق في عنابة للحديث على استرجاع الأوعية العقارية والصناعية والفلاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء من ولاية عنابة نستضيف فيها سيد بونقة محمد المدير الجهوي للأملاكة الوطنية سيدي مرحبا بكم شكرا على قبول الدعوة أهلا وسهلا مرحبا اليوم سنتحدث عن واحد من المواضيع المهمة المتعلقة بحماية الحماية والحفاظ على الأمن الغذائي أقول وهذا في محور من المحاور المهمة المتعلقة بالعقار الفلاحي والعقار الصناعي إذن ربما نتحدث اليوم بالتفصيل حول أهم التدبير المتخدة من أجل حماية العقار الفلاحي ربما ما هي هذه التدبير المتخدة اليوم شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على شاف المرسلين سؤال مهم سؤال جدير بالاهتمام وهو موضوع الساعة ولا يخفى عليك بالاهتمام لا لاحظت في المدة الأخيرة لقاء سيد رئيس الجمهورية بالاتحاد الوطني الفلاحين أين أشار في تدخله إلى وجوب تسوية العقار الفلاحي قبل أجل 2025 تسوية شاملة أنتم تعلمون بما لهذا الملف من أهمية كبرى من حيث نقول بالغداء الأمن الغدائي من الأمن الشامل عندما نقول أمن الغدائي مثلا نتحصل عن الأمن الغدائي عندما تكون تطهير الشامل للوضعية العقارية الفلاحية وتطهير الشامل للتسوية النهائية لهذه العقارات لفائدة شغلها ولفائدة مستغلها في هذا الإطار نقدر نفصل ننقل سؤال قطر القانونية المتوفرة من أجل هذا نقدر نوضعه في شقين كي ينشق اللول والمتمثل في تحويل حق الانتفاع إلى حق الانتياز في إطار القانون 10-03 القانون هذا صدر في سنة 2010 من سنة 2010 إلى يوم من هذا أبقى بعض الوضعيات عالقة لأسباب تعود منها بإشكالية قانونية فيها أسباب تعود للمستطمر في حداته لكن بفضل الله والجهودات والتعليمات المسددات من السيد معالي والزير المالية والسيد المدير العام للملاكة الوطنية تم عقد لقاء وطني آخر جهوي بولاية سوق هراس وآخر جهوي بولاية سوق هراس لقاء وطني تحت إشراف المدير العام الملاكة الوطنية والمدير العام لديوان الوطني الأراضي الفلاحية أين تم إعطاء تعليمات صارمة بوجوب الانتهاء من هذه العملية قبل آجال 30 نوفمبر 2024 يعني بما معناه كل عقود الانتفاع تحول إلى عقود امتياز لإصحابها لو بلا نتحدث تعبوا سيدي بلغة الأرقام أين وصلت العملية العملية بالنسبة لجهة عنابة والتي ستضم ست ولايات شرقية القصوى وهي تبس سوق هراس قال ما طارف عنابة وكيف العملية اكتملت بصفة نهائية من حيث عندنا 21.699 عقد مودع من طرف الديوان الوطني الأراضي الفلاحية تم إعداد عقود الامتياز لفائدة أصحابها وتسليمها قبل 30.11 2024 بالنسبة لجهة عنابة تعتبر العملية منتهية بصفة نهائية والحمد لله إذن فيما سيدي فيما يخص العقارات المشغولة بدون سند أين وسط العملية؟ بالنسبة للعقارات أنتم تعلمون بفعل أن كين عقار فلاحي متواجد والجزائر الحمد لله حبان الله بهذا الأرض الواسعة فيها عقارات عديدة مشغولة بدون سند المشرع ومن خلالك نقول المشرع السلطات العمومية خذت هذا الجانب بعين الاعتبار من عيد أعطت له إطار قانوني خاص والمتمثل في المدى 18 من قانون التوجيه الفلاحي والذي جاء من خلاله المرسوم كذا المرسوم 21 432 والذي من خلاله المشرع أو من خلال هذا المرسوم أقر بإنشاء محيطات للإستصلاح من جهة ومن جهة ثانية تسوية وضعية الناس الشغلين بدون سند من خلال إعداد مطابقة من خلال إعداد المطابقة الإستغلال لهذه الأراضي وفعلا العملية عرفت تقدم ملحوظ جدا على مستواجه على مستوى جهة النبع المعينة تمت الملفات المتواجدة على مستوى اللجان الولائية وإن شاء الله في القارب العجل نكون قد هذا الملف أعطينا له حقه من الاهتمام والعناية اللازين سيد المدير نتحدث أيضا عن محور مهم أيضا وما تعلق بالعقار الصناعي هنا بالجهة الشرقية من البلاد ماذا يمكن القول عن هذا الملف شكرا كيف هذا المحور لا يقل أهمية ولا يقل عن سابقه لأنه نقول العقار الاقتصادي نقول خلق الطروة نقول توفير مناصب الشغل نقول توفير غرق السوق بالمنتوج المحلي بما له من أهم يقص سلطات العمومية من خلال قانون 23 17 الجديد الذي أعطى ديناميكية جديدة فيما يخص المنح العقار الصناعي عن طريق الوكالة الوطنية لتطور الاستثمار وقبل هذه العملية مصالح أملاك الدولة وبرعاية من المدير العام لأمسي الوزير المالية والمدير العام للأملاك الوطنية سبق وديرنا عام الاستباقي المتمتل في توفير حافظة عقارية كافية لمنح المستمرين متمتلة في مدى أولا في العقار المسترجع الغير مستغل من طرف المستمرين الذين أقلوا بالتزاماتهم في ضفات الشروط ثانيا العقارات الفائد من العقارات المستغل الذي يعود للمؤسسات العمومية المستقلة غير المستغلة في هذا الإطار لا يخفق سيدتي على مستوى وليت عن مركب الحجار عنده عقار راح استرجع حوالي استرجع 185 بما لهذه المساحة من أهمية معتبرة نقدر نخلق فيها فضاء اقتصادي كبير لخلق منطقة صناعية أوعية عقارية عملية متواصلة هذا العمل هذا المحور كذلك خدا حيز عام لدى السلطات العمومية ونحن على قدم وثاق بتوجيه من الوصاية وإن شاء الله في القريب العجل نشوف وفرة للعقار الصناعي خاصة في اللقاء الأخير للسيد للاجتماع الأخير للسيد رئيس الجمهورية شاهدنا عن طريق النشرة الثامنة وإن أولاها عناية قصوى حيث تجدر اجتماع مصغر لوفرة العقار الاقتصادي إذن شكرا جزيلا لك السيد بوعنفة محمد المدير الجوي لأملاك الدولة إذن مشاهدين كنتم معنا من هنا من ولاية عنابة تابعتم معنا تفاصيل المتعلقة بمختلف التدابير التي تم اتخاذوها في أحد المحاور المهمة المتعلقة بالعقار الفلاحي والعقار الصناعي ليس إلا كما قلت مسبقا حماية وحفاظا على الأمن الغدائي للدولة شكرا على المتابعة عودة إليكم شكرا لك زميلة عائشة على كل هذه التفاصيل وشكرا لضيفك يا الكريم حول موضوع تسوية واسترجاع الأوعية العقارية الفلاحية والصناعية من الشرق الجزائري مشاهدين الكرام نتوجه مباشرة إلى الجنوب الجزائري وبالتحديد إلى ولاية أدرار أين سيضعنا الزميل عبدالجبار بن يحيا في تفاصيل المشروع الاستراتيجي الجزائري القطري مشروع بلدنا بعمق السحراء الجزائرية تسير عجلة التنمية هنا بوطنة متسارعة تنفيذ الاتزامات الدولة نقف هنا في أدرار على كبرى المشاريع التي تسعى الدولة لإنجازها هناك مشاريع في طول الإنجاز وأخرى تدعو الدولة فيها حجر الأساس ومن أجل تحقيق ذلك تعمل سنالغاز على ربط وإمداد هذه المشاريع الكبرى بالطاقة الكهربائية وأيضا الغازية نقف هنا على أهتاب أكبر وأضخم مشروع في الجزائر هو مشروع بشاركة قطرية جزائرية لإنتاج الحليب المجفف هذا المشروع هو رؤية استشرافية للدولة تسعى من خلال ذلك لتحقيق الأمن الغذائي ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذه العملية أو عمل سنالغاز أيضا في الجنوب الكبير في الجزائر نسعد باستضافة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سنالغاز سيد مراد العجال سيدي نسعد كثيرا بهذا اللقاء ومن فضلك بعض التفاصيل حول هذه العمل الكبرى بما أننا متوجدون هنا في مجمع هذا المشروع بلدنا نبدأ بهذا المشروع شكرا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين هنا اليوم في زيارة تفاقدية للنظر في مدى تنفيذ تعليمات السيد الرئيس الجمهورية في توصيل الكهرباء إلى منطلقة بلدنا كما لاحظتم كان هناك تعهد من طرفنا في تزويد هذه المنطقة في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر واليوم وبفضل سواعد جزائري عمال جزائري مياه في المياه تمكننا من إنجاز ثلاثة محطات إنتاج كهرباء اللي راح تمون منطقة بلدنا إضافة إلى ثلاثة منطلقات ثلاثين كيلو فولت بقدرة ستين ميجاوات هذه الكمية يعني قابلة للارتفاع للحاجة وبالتالي اليوم المستثمر القطري يعني متوفر له كل يعني الإمكانيات للإنطلاق في هذا المشروع مشروع ضخم بالنسبة للجزائر طيب هناك مشروع آخر ضخم بالنسبة للجزائر متعلق بإمداد الجنوب الكبير بخطوط الطاقة الكهربائية حدثنا عن هذا المشروع حقيقة يعني هناك مشروع القرن إضافة إلى قرار السلطات العليا اليوم ببعث إنجاز محطة توليد كهرباء كبيرة في ولاية أضرار بقدرة 1200 ميجاوات سوف تنطلق الأشغال والدراسات فيها إن شاء الله سنة 2025 إضافة إلى مشروع القرن وهو ربط الشبكة الكهربائية الجنوبية بالشبكة الكهربائية الشمالية اليوم صباحة كنا في ولاية تيميمون أعطينا إشارة انطلاق الأشغال للشطر الثاني الذي يربط ولاية المنعة إلى ولاية تيميمون على أن يتم انطلاق أشغال الشطر الثالث الذي يربط ولاية تيميمون بولاية أضرار في الثلاثة الأول من سنة 2025 بالحديث عن ولاية تيميمون هناك مشروع أيضا متعلق بمجمع سونالغاز المتجر المتجر التجاري الذي يسهل عمل المقاولات في إنجاز المشاريع حقيقة هو في النظرة الاستشرافية لمجمع سونالغاز اليوم كان هناك قرار يعني قرار رح يجيب بالخير يعني إلى كل الولايات اليوم كان قرار بفتح مصارف تجارية لبيع المعدات الكهربائية في 58 ولاية ولاية أضرار أيضا سوف تستفيد من هذا المتجر يعني اليوم كل المقاولين بعوضا يجيب العتاد من أماكن بعيدة يعني رح يكون المتجر في ولايته وبالتالي رح نقصه من التكلفة ورح نقصه من أجال الإنجازات إضافة إلى اليوم عن طريق هذه المصارف التجارية رح نعطوا فرصة للشباب عن طريق المؤسسات الناشئة والمقاولات الصغيرة أنهم يعني يفتحوا سجلات تجارية يتقدموا إلى مديريات التوزيع على المستوى الوطني نعطوا لهم التأهيل ويبدوا بالتوصيلات الصغيرة على يعني في السنوات القادمة إن شاء الله يصبحوا مقاولات كبيرة إن شاء الله هذه فلسفة جديدة في مجمع سونالغاز وأيضا رؤية استشرافية للدولة تتعلق بالقطع الفلاحي اليوم الجنوب الجزائري الجنوب الكبير الكهربائية اليوم كان حدث سعيد بما أنه اليوم حضرنا إلى موسم الحصاد يعني في ولاية أدرار حصاد الذرة الصفراء يعني من طرف مستثمر تركي لقام بعمل كبير وكما لاحظتم أنه طرحنا له عدة أسئلة على يعني هل هو راض على التوصيلات سونالغاز للكهرباء وهو كان يعني الإجابة قال لك أنا ما عندي مشكل يعني في مجال توصيل الكهرباء لذلك اليوم الدولة الجزائرية خاصة أموال كبيرة وكبيرة جدا في ربط المستثمرات الفلاحية اليوم نتحدث على ربط أكثر من سبعين ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني ولاية أدرار يعني أخذت حصة الأسد اليوم نتحدث على خمس آلاف أكثر من خمس آلاف مستثمر فلاح استفاد من الكهرباء وهي حيز الخدمة إضافة إلى 2500 فلاح يعني اليوم التوصيلات رأي طور الإنجاز وهناك أيضا توصيلات هي مبرمجة على أن يتم في الأخير يعني نطمح إلى الوصول في ولاية أدرار حسب إحصائات الولاية السلطات المحلية إلى 12 ألف مستثمر فلاحي هذه فلسفة جديدة أيضا تضاف إلى رصيد مجمع سونالغاز وإضافة إلى ذلك إلى كبرى المشاريع نتحدث عن إمداد الساكن على الوطن بغاز المدينة في قاس الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد لا هي ليس فلسفة سونالغاز نحن اليوم نجز على أرضية المدين توصيات سيد رئيس الجمهورية هذا برنامج سيد رئيس الجمهورية يعني اليوم ربط المناطق المعزولة ربط المستثمرات الفلاحية المناطق الصناعية مناطق النشاطات كلها تدخل في برنامج سيد رئيس الجمهورية اليوم سونالغاز ما هي إلا أدات من أدوات الدولة الجزائرية لإنجاز هذه المشاريع أما في ميخص التموين بالغاز اليوم الجزائر من الأول على المستوى الآن في ميخص نسبة التغطية بالغاز اليوم رأي نتحث على أكثر من 70% من الساكنة مستفيدة من الغاز يعني رقم كبير 99% بالنسبة للكهرباء أرقام كبيرة وكبيرة جدا تدل على كل الاهتمام التي توليها السلطات العليا للبلاد وأيضا كل الأموال التي تضخها يعني في الاستثمارات كل هذا لا لشيء إلا لصالح رفاهية المواطن الجزائري وشكرا سيد رئيس المودي العام كنتم معنا في هذا المباشر من أضرار نشكلكم على كل هذه التفاصيل ونتمنى لكم كل التوفيق شكرا سيد الولياء الولاي نتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم الجديدة تحدثنا في هذا البت المباشر عن المشاريع الكبرى اليوم الجزائرية ورشة كبرى لإنجاز كبرى المشاريع خدمة للمواطن تضمن الأمن المائي والغذائي هنا في الجزائر عودا لكم من استوديو شكرا لك زميل عبد الجبار بن يحيى على كل هذه التفاصيل حول هذا المشروع الاقتصادي الجزائري القطري إذا نعود أستاذ هشام للحديث دائما على مواكبة الجامعة الجزائرية للمصار والنهج الاقتصادي الجديد للجزائر اليوم الجزائر تعتمد في تنويع اقتصادها في ترقية خدماتها الاقتصادية على الجامعة كشريك مهم وكنوات أساسية في هذه الانطلاق التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى أي مدى اليوم تساهم الجامعة في إيجاد حلول لبعض المشاكل والتحديات كما قال الزميل عبدالجبار بن يحيى حول التحديات التي تعيش اليوم في المجال الأمن المائي الأمن الغذائي الفلاحي وحتى الصناعي كنت سبقا وقلت فيما يخص المؤسسات الناشئة أو المتواجدة المشاكل كأن أبعاد أو محاور تركز عليها بزافة وزارة التعليم العالي بينها الأمن الغذائي الأمن الثقاوي الأمن المائي إلى غير ذلك أكثر طلبة أو أكثر طلبة مساهمين في المشاريع المؤسسة الناشئة هم الذين لديهم أفكار في هذا المجال سيكون عندهم قبول أفضل في الدخول للعالم المقاولاتي سيكون عندهم أفكار أولا سيحضروا لتكوين المكتف على مستوى هذه الواجهات بعد التكوين إن شاء الله سيتوجه بشهادة لذلك يكون فيها معالجة أحد المشاكل التي سيتواجهها الجزائر مثلا عن طريق ربط الجامعة بين موحيتها الخارجي وجامعة العتي موجت سيتحتوي على العديد من المؤسسات الناشئة أو أفكار الإبتكارية للطالبة سيحضروا تكوينات وكان سبق وقف عليها وزير التعليم العالي وبات علمي في زيارته الماضية رفقة وزير المؤسسات ياسين وليد سابعا وقفوا وشافوا حوالي أكثر من 20 مشروع في قيد التطوير والإنجاز ونقولها طلبة ونقولها المشروع يبدأ بفكرة إذا كانت عندك فكرة تعالج بها مشكلة اقتصادية أو مشكلة اجتماعية تقدر على بركة الله تبدأ توجد دراسة جدواتك وتقدر بمسبب مدير مؤسسة نعم حتى لما نتحدث على جامعة عنتيموشن سنتحدث على خصوصية المنطقة التي ربما تتضمن العديد من المشاريع الاستراتيجية وحتى المناطق الصناعية ربما ستكون هناك بيئة تخدم الطلبة حاملين الأفكار حتى الأستاذة الباحثين في الولوج لعالم المقاولتية من أجل إيجاد حلول لبعض المشاكل الصناعية الفلاحية كما سبق وشاهدنا حتى مواكبة لهذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى سيكون لهذا النسيج الاقتصادي الذي يعنى بالمؤسسات الناشئة الإضافة في تطويره وتلقيته في هذا السياق ماذا قلت على الميزة التي تميز بها بما أنها منطقة سياحية أولا عندها تطلع للبحر بإضافة هي منطقة فلاحية بامتياز وكانت لفرصة في زيارة الوزر الماضية وقفت لأحد المشاريع لأحد طلبة طالبة ورهيت ووجد بأعتقد مرتبة تحاد ثانية أو ثالثة وطنيا في المستوى الوطني ودات جائزة عندها كان عنها مشروع مشروع مبتكر وهو تسيير بيوت البلاستيكية عن بعد بيت اسمتها أتقل بيوت دكية والأمر المدهش في هذا الأمر أن الطالبة عندما تحدث معهم طالبتين أعتقد شاركي في المشروع أحد طالبة فيهم أحد طالبات ما عندهاش تكوين علمي يعني هي أدبية أصلا في العلوم الاجتماعي أعتقد لكن فكرة تحها وثيقتها وإيمانها بالفكرة خلتها تتوجه أنها تذهب للمشروع هذا ويننتجت بما يسمى بالبيت الذكي ووقف عليه الوزير تلك المعالية ورفقة الوزير في الزيارة ووقف عليه ونتناقشه مع الطالبة وسقساوها والمشروع إن شاء الله نمورها في طول الإنجاز هذا الأمر سيساهم في حل المشكلة تسيير المناطق الفلاحية على مستوى الولايات عن تيموشن بالإضافة إلى أخرى إن شاء الله يكون فيها تخصصات أخرى تفتع على مستوى الجامعات تكون تخصصات متعلقة بالصيد البحري بما أنها واجهة بحرية وإن شاء الله يكون فيها مشروع ملحقة أو تابع الجامعة إن شاء الله وإن تقدر تتكون طلبة من خلال هذه المشاريع تقدر تكون طلبة يعالجوا لك مشكلة لأن أقول لهم أصلة الإبتكار هو أنك تشوف مشكلة وتقدر تعالجها ينجد الحلول حتى لو كان مشروعي إنتاجي تقدر تكون حتى تقديم خدمات لأي شرط الطلبة يخافوا من المؤسسات يقول لك المؤسسة يجب أن يكون عندي وزين وعندي ماشينات لا لو كانت تقدر تخمم في فتح مشكلة حل المشكل حتى وبتقديم خدمة هنا تعتبر مؤسسة كذلك ونرى مؤسسة مستشير دخلت مؤخرا للبورتصال الجزائرية هي عبارة مؤسسة خدماتية وكانت تاني كذلك مؤسسة أخرى نحكيها طلبة كمثال من جامعة وهران الزميل هذا متخرج من جامعة وهران هو عبارة عن المتخدم جامعة وهران وده تطبيق مؤسسة عبارة تقديم خدمات تطبيق خدمات إدارية ونجح فيها ومؤسسة رهي ناجحة إن شاء الله ورهي في الطريق الصحي وإن شاء الله تلحق بمستشير وتدخل بورصة الجزائرية إن شاء الله أكيد هنا نؤكد على السياسة الحالية اليوم في دعم هذه المشاريع ودعم هذه الأفكار من خلال الأليات القانونية التي سمحت للطلبة وخريجي الجامعات ليس فقط بأخذ شهادة الجامعية وإنما بشهادة جامعية وأيضا مشروع يمكن أن يكون بداية للوروج لعالم ريادة الأعمال أكيد في التخرج في العصر الحالي السنوات الماضية فقط حوالي سنتها فقط قبلها كان الطالب يتخرج بمذاكر تخرج عادية ردارية يتوج بشهادة ويروح للعالم بالشغل في السنوات الحالية السنة الماضية والسنة الحالية هنا الطالب عدوا اختيار يقدر حتى يتحصل على شهادتين إما في نفس الوقت يقدر يتابع التكوين التكوين متعلق بمشروع مؤسسة ناشئة في إطار قرار الوزاري 12-75 يعني في الأخير هنا الطالب سيتوج بشهادتين شهادتين أكاديمية وشهادت ساعدة أنه يتوجه لعالم الشغل ونرى تسهيلات على الدولة الزائرية بما فيهم مثلا سجل تجاري أصبحت أكترونيا يعني لا يمكن تنقل بطاقة المقاولة الذاتية يقدر لما يخرج لعالم الشغل يقدر يتوجه أنه ينشأ مؤسسة ناشئة ونرى مؤخرا قمنا بطرح جمعة من المواضيع لتطلبة في إطار هذه المشاريع تعمل مشروع مؤسسة ناشئة التي تخفي إطار قانون 12-75 ونطالب عنده الحرية إما يختار مواضيع كرارة عادية إما يختار مشروع مع بعض أو مع بعض في نفس الوقت وحتى يعني التعريف بهذه المشاريع وبهذه الأفكار يكون من خلال نوادي العلمية خاصة خلال برمجتها لمسابقات علمية بين مختلف الجامعات يمكن أن يكون هناك تشارك في المشاريع بين الجامعات التي تعنى بها الجانب التقني والجامعات التي تعنى بالجانب الرقمي أيضا نشاهدها في مختلف التظاهرات العلمية والجامعية التي تحتضنها مختلف المؤسسات الجامعية على مستواها نشاهد معارض لمشاريع وأفكار للطلبة؟ أكيد هنا تدخل الدور كالجميع يعتبر شراكة. ليس فقط كإدارة ليس فقط كأسيدة. هنا يدخل الدور للطالب باعتباره شريك اجتماعي وإستراتيجي. الدور للطالب هنا إما يقوم بإنشاء النوادي العلمية كارتية. إما ينضم إليها أو يقوم بإنشاء النوادي العلمية. هذه النوادي العلمية الوظيفة تحرح تكون تساهم في إيصال المعلومة أو تكون همزة وصل ما بين الطالب وإدارة. ممكن عن طريق تنظيم ندوات. دورة تكوينية للطلبة. أيام دراسية لغا ذلك. ويني وضحوا عندهم الأولوية. أنهم ينظموا هذه الأمور. يستدعوا أشخاص مختصين في هذا الميدان. وينيقدروا ينظموا هذه الأمور. ويوصلوا الميساج للطلبة. نعم. شكرا لك دكتور هشام على كل هذه النقاط التي تكلمت بها. بخصوص الجامعة إلى الجيل الرابع. وأيضا بخصوص كل هذه التفاصيل فيما يخص المؤسسات الناشئة. وأيضا الدور الذي تلعبه الجامعة الجزائرية اليوم كقاطرة أساسية في بناء اقتصاد وطني. أساسه البحث العلمي. شكرا بركنا بكم. إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نواصل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رضا لكم مباشرة. أشتركوا في القناة يتركوا في القناة وعند horror خوال الطاقس خاصة بعد الاضطراب الجوي الذي تعرفه الجزائر اليوم. رفقة الزميلة سابرينا بوزيان. سباحك سعيد سابرينا. سباحك سعيد راتيبا وصباح سعيد. أيدا لكم مشاهدنا الكرام. نعم سابرينا إذن أطلعينا على حالة نهار اليوم. خاصة مع الاضطراب الجوي الذي تعرفه الجزائر. شكرا راتيبا بالنسبة للمنخفض ضد ضغط الجوي. الذي يخص تقريبا كل مناطق الشمالية. إذن هذا رجع لتمركز منخفض الجوي بكل مستويات طبقات الغلاف الجوي على مساوى حوض البحر المتوسط. يسمح بتسرب هواء بارد من تيارات شمالية. وعليه كتلة الهواء تغيرت. عرفت درجة الحرارة انخفاض محسوس خلال نهار اليوم بكل المناطق الشمالية. هذا أيضا سيكون مرفوق بعبور اطراب جوي نشيط الفعالية. هذا على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية. حتى بالنسبة لسواحل الغربية من مستغانم إلى غاية الطرف. ستعرف كل هذه سواحل تساقط أمطار غزيرة. الأمطار أيضا ستمتد على المناطق الداخلية. كالبويرة، كالمدية، شلف، عين دفلة. حتى ببومردستيزي وزوغ قسنطينا ستمتد إلى غاية المناطق الداخلية. وهذا أيضا سيكون مرفوق بحول الله. بتساقط أولى التلوش على القمم الوسطى وشرقية التي يفق علوها 1400 متر. وهذا خلال أواخر نهار اليوم بحول الله. نتيجة نتسرب الهواء البارد بإن الله. كما نلاحظ دائما تبقى أجواء مشمسة على مناطق الجنوب الغربي. ومستقرة على أقصى الجنوب للإشارة. بالنسبة للمناطق الشمالية خلال يوم الغد. سيستمر هذا الاتراب الجوي إلى غاية فجر يوم الغد. بالنسبة للمناطق الشرقية دائما نطلب الحيطة. والحادر للإخوة السائقين. الرؤية تكون ضعيفة نتيجة لتساقط الأمطار الغازيرة. وكذلك السفلة وانزلاق أيضا في الطرقات. بالنسبة للمناطق الوسطى ستبدأ تشهد التحسن. ابتداء من ليلة اليوم بإن الله. خلال صباح حتى الغد سيكون هناك عودة للاستقرار. تدريجيا بداية بالمناطق الغربية. ثم الوسطى والشرقية خلال أواخر النهار. يوم السبت أيضا سنشد أجواء مستقرة. لكن مؤقتة بحول الله. ستعود الأمطار من جديد. ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله. حتى التلوش ستنخفض على مستويات أقل. ابتداء من يوم الحد الأحد. هذا على المستويات التي يصل علوها 900 متر. نعم ندعو دائما إلى تحليب الحيطة والحذر. خاصة بالنسبة لمستعملي الطرقات. شكرا لك. صبرين على كل هذه التفاصيل الجوية. شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام بالتفاصيل الجوية. نطوي ملفات وفقرات هذا العدد من هذا الصباح. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. سلام عليكم. اشتركوا في القناة